بدأت الأندية المتواجدة في قع جدول الدولي في الهروب خطوة خطوة لتزداد الأمور اشتعالا ومتعالا المترجم للقناة أمس فاز فريق الداخلية وقبله الإسماعيلي واليوم يحقق حرس الحدود أو الانتصار ومعه فوز جديد لأسوان كل نقطة دلوقتي بقى ليها تمنها والخسائر المجانية ما بقتش متاحة اعتدنا الصراع يكون في القاع أكبر من صراع المقدمة ومستنيين إن الصراع يكون أكثر على المقدمة والفروق خلاص صغرت والفايصل دايما أداعي يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة من شوية كان في حادث صعب شويتين مباراة الأهلي والاتحاد في كرة السلة على ملعب حسن مصطفى صالد حسن مصطفى المغطاء والصور الحديدي وقع بجماهير الاتحاد عادة عادة في الأمور زي كده مش عادة المفروض في الأمور زي كده نقول ألف مليون سلامة على المصابين البيانات الرسمية بتقول إن المصابين دلوقتي تقريبا 27 مصاب إن شاء الله بإذن الله ربنا يعفيهم ويشفيهم مش محتاج بقى دلوقتي لا تجويد ولا كلام ولا جدال ولا أي حاجة الحمد لله الحمد لله الحمد لله من سطر ربنا علينا إنه ما فيش أي حالات وفيات إن شاء الله تفضل الأمور على كده وتعدي على خيرها هي حدثة زي أي حدثة بعد ما نخلص ونتطمن إن شاء الله على المصابين نشوف بقى في مشكلة كان في السور الحديدي ولا هي الموضوع قدري بشكل تام ولا بس واضح إنه ما كانش فيه نهائة ما كانش فيه مشكلة فإن شاء الله الأمور تعدي على المصابين بخير ربنا يا رب يطمن أهليهم وأثارهم والأمور تعدي دون أي أضرار بإذن الله وتبقى الأمور بسيطة طيب بعد شوية هيبقى معانا البيانات الرسمية الخاصة بهذا الأمر بس حبيت في البداية أقول ألف مليون سلامة على كل المصابين طيب معانا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد الشازلي مدير إعلام بوزارة الشباب والرياضة يطمننا على الوضع حتى هذه اللحظة سيد محمد مساء الخير مشرف ومنور مساء النور يا سيد كريم أهلا بيك فاني الوضع حتى هذه اللحظة بالنسبة ليه المصابين طب مننا من فضل الحمد لله الوضع مطامن جدا الحمد لله معانا وزير موجود للوقت المستشفى الشيخ زايد وكان موجود قبلها في مستشفى أكتوبر معاملنا على الحالات من أول لحظة توقيته في المستشفى معظم الحالات الحمد لله يعني ما بين تعافي تقريبا كل أو وزئي كل الحالات تلقت الإسعافات الأولية والعلاجات الخاصة ما فيش الحمد لله إصابات خطيرة الحمد لله أخطر حاجة الإصابات هي عبارة عن كسور أو كذا نتيجة سقوط هذا الستاند أو الويسامور للإعلام حتى البرتكابل بتاع الكاميرات ده اللي وقع لكن الحمد لله بشكل مطمئن جدا نطمئننا من خلال الناس المختصين والأطباء في المستشفى الشيخ زايد وإكتوبر على الحالات بنسبة كبيرة خلال ساعات واليوم أو يوم بكتير هتبقى كل الحالات الحمد لله بشكل شبه كامل مستقرة وتقريبا تخرج من المستشفى بإذن الله طيب أنا مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة غير اللي أنت طمنتنا بيه دوت وبنقول كلنا إن شاء الله إذا محمد الأمور تبقى أحسن الساعات اللي جاية ويطلعوا كلهم بإذن الله يعني معافين سالمين من المستشفى عشان كده مش حابب أخش بقى في قصة ستوى حكايات بس أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طمنتنا على الوضع الأستاذ محمد الشازلي مدير الإعلام بوزارة الشباب والرياضة أقول حاجة أخيرة في القصة دي يا جماعة عشان بس وأنا داخل ببص دايما على السوشال ميديا بشوف الناس بتتكلم في إيه في الأمور اللي زي دي في الأمور اللي زي دي عادة وفي كل الأوقات محدش يكرر يقول حاجة دمها تقيل ليه دمها تقيل؟ يعني اللي هو أصلي مش عادي في السور ما حصل في إيه أصلي مين زي مين؟ أصلي مين ما عملش إيه؟ مفيش أي حاجة من دي حصلت نتطمن على الناس نتطمن على المصابين ولو في خطأ لو فرضا في خطأ نبقى نعرفه بعد كده بس نتطمن على الناس مش محتاج كلام كتير ومش محتاجها تجويد ومش محتاجها مالي يعني ما نعودش نملة في الكلام دوت ببصوطة شديدة يعني ربنا يا رب بيش فيهم ويعافيهم بإذن الله ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الحوادث دايد بإذن الله في بلدنا في أي لعبة بإذن الله النهاردة في الدوري المصري الممتاز كان فيه مباريات فيه منتهى القوة في الجولة التسعة أصوان النهاردة بيحقق فوز على انبي اتنين سفر الفوز أو الخسارة الأولى الانبي بعد رحيل الكابتن أحمد كشري وفوز يبعد شوية يبعد كتير أصوان من منطقة أو سراع الهبوط والنهاردة غزل المحلة وفرقه تعادلها سلبياً غزل المحلة كان ليه هدف في آخر المباراة لم يحتسب وكان فيه اعتراضات كتيرة من غزل المحلة هيب معنا النهاردة في الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج الكابتن الكبير كابتن وجي أحمد نسأله عن هذه الحالة وحرس الحدود فاز اتنين واحد على البنك الأهلي أو الفوز لحرس الحدود في الدوري هذا الموسم وفيوتشر وطراء الجيش تعادلها سلبياً دون أهدف أول مباراة زي ما قلت لكم كاية مباراة أصوان وإنبي صاحب هدفي أصوان في مباراة اليوم محمد حمدي زاكي في الديئة الـ 18 والهدف الثاني يسجله ديرسون كاموني في الديئة 42 وأصوان يتحسن روايداً روايداً خط وخط دي الأهدف ايه مع حضراتكم حلو إن أصوان بدأ يتحسن وأنا رأيي إن أصوان عنده فرقة محترمة وعشان يعني الشيء بشيء يذكر يعني اللي ينسب لي كابتن ربيع سينو كان هيسة مرابي كان مدير تأقودات عمله فرقة محترمة محتاجة بس شوية استقرار معهم جماهدية كبيرة ملعب محترم إن شاء الله أصوان يبقى في مكانة جيدة في جدول ترتيب الدوري الممتاز حرس الحدود النهاردة فاز على البنك الأهلي اتنين واحد والبنك الأهلي يعاني كثيراً هدف أول ليه مصطفى جمال تقدم به للحرس في ديئة واحد واربعين من ركل الجزاء وكريم بامبو تعادل للبنك الأهلي فيه ديئة تانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فيه أشوت الأول من ركل الجزاء أيضاً وبعد كده أحمد فتحي فليكس سجل هدف الفوز لحرس الحدود في ديئة 55 عشان يبقى أول ثلاث نقاط لحرس الحدود في الدوري وعلى فاكرة حرس الحدود برضو عنده فرقة محترمة فرقة محترمة ومدر المحترمة وكابتنا أحمد أيوب بس كان عندهم سوق حظ كبير جداً في معظم المباريات وعنده نواقص يعني كابتنا أحمد أيوب مدير فني لحرس الحدود عنده نواقص محتاج يشتغل عليها في يناير محتاج المهاجمين اللي يخلصوا الهجمات بيوصلوا كتير للمرمى حرس الحدود ولكن ما بيعرفوش يفنشوا للاقب الكواليتي الناس اللي موجودة في الخط الأمامي يقدر حرس الحدود يخش يناير ويشتري أو يعمل تدعمات جيدة في الخط الهجومي ويتحسن أو تتحسن معاها النتائج حلو الجون حلو 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 قوي جز المحلة النهارة زي ما قلت لكم تعادل سلبياً مع فاركو دون أهداف أول نقطة لفاركو مع الكابتن إيهاب جلال والأمور بالنسبة لغزل المحلة هي أمور جيدة ومستكرة زي ما قلت لكم كان فيه اعتراضات كتير النهاردة مع نهاية المباراة على هدف لم يحتسب ده مرخص المباراة أمام حضراتكم فاركو حاول وغزل المحلة حاول لما تصور إن فاركو هيتحسن أدائه كسيراً كسيراً للفترة اللي جاي مع الكابتن إيهاب جلال الكابتن إيهاب جلال مدرب عايز فرقة ما حدش يضغط عليه تزبره عليه وما يبقاش فيه أي مشاكل للأزمة في نهاية المباراة هدف لغزل المحلة وزي ما تكون كابتن وجيه أحمد هيب معنا في التقرة الأكيرة نسأله على هذا الهدف نسأله عن سبب إجاقه أنا عادة ما بحبش علق على أي لقطات تحكمية ومش علق بطي مش علق في اللقطة دي نسيب الكابتن وجيه نسيب الكابتن وجيه يعلق وإن كان وإن كان ده بشكل عام مش اللقطة دي وإن كان لسه فيه أخطاء تحكمية كبيرة في الدورة لسه لسه وعايزين الأمور عايزين أمور تتحسن شوية لسه ما تحسنتش وهقول لكم حاجة بدري 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 الدنيا بتعدي دلوقتي قال ليه إدائي إدائي واللي يزعل ديزا بس بتعدي لما بنجي في الآخر ما فيش حاجة بتعدي اللي بيزعل بيزعل قوي واللي بتنرفز بيتنرفز قوي طيب إحنا مش عايزين كل ده يحصل أصلا لا عايزين حد يعترد ولا عايزين حكا ما يغلط بساطة آه الأخطاء هتفضل موجودة طويل الوقت بس ما تبقاش أخطاء جسيمة يعني أخطاء واضحة تقيل يعني ما تقيل أخطاء كده ما ينفعش تتعامل يعني أو تحصل مش مش فيوتشر وطلع الجيش هما كمان تعدلها سلبين دون أهداف في مباراة اليوم كانت مباراة فيها فرص أيضا ضائعة لفيوتشر وفرص ضائعة لتلائع الجيش ولكن يعني طلع الجيش بالنسبة لتتحسن شوية فيوتشر نتائجه مش بطالة في الدوري هذا الموسم نتائج جيدة أيضا في الدوري دي كانت المباراة اللي بين فيوتشر وطلع الجيش ونرخص هتشوفه شوية فرص ضائعة في عزي المباراة هي كان معظمها هادئة بالمناسبة يعني بس برضو كان فيه فرص خطيرة دي واحدة من الفرص فيه مباراة النهارده طبع الجيش عنده فرقة حلوة على فكرة كده كان فيوتشر عنده فرقة تقيلة بس طبع الجيش كمان عنده عناصر مميزة أوه فيه الفريق دي كانت المباراة النهارده النهارده الأهلي أعلن رسميا صابت أكرم توفيه بقطع فيه الرباط الصليب الدكتور أحمد أبو عبلا طبيب النادي الأهلي قال إنه هيجري حالان سرعة إنهاء إجراءات سفر أكرم توفيه إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية لها تتمي بمعرفة الطبيب اللي سبق وأجرى العملية الأولى لأكرم توفيه طيب ولنا رأي في هذا الأمر رأي في الإصابة أقش معناً ما أنتم بتقولوا أراء في الإصابات تمام؟ وأنا ما عرفش إحنا ليه منقول أراء في الإصابات إصابة لاعب جات له إصابة قدرية في قدمه التانية مش قدمه الأولى يعني هو الإصابة الأولى رباط الصليب اللي كانت يوم 11 يناير من العام الحالي 11 يناير دي كانت إصابة في قدمه اليومنا أو في الرجبة اليومنا الإصابة اللي حصلت له أول أمس دي في قدمه اليسرى تمام؟ وإحنا نقال ليه أصلاً بنقول أراء في الإصابات يعني واحد جات له إصابة بقطع في الرباط الصليبي ليه حد يطلع يقول أصل كهرباء هو السبب أصل ملعب التتش هو السبب أصل مش عارف الأكل بتاعه والشرب والسهر والعنف فيش أي حاجة راجل نط نزل رجبته ترقعت جات له الإصابة في حاجات يا جماعة قدرية مش كل حاجة لازم نجود يعني الراجل أكرم توفيه النهاردة طلع على الإستجرام قال يا جماعة كهراما لوجه دعوة الراجل تصاب لوحده وأكرم توفيه لما تصاب الإصابة الأولى كاتل لوحده وإحنا قبل كده كان معاني هنا أطباء اتكلمنا معهم في إصابات الرباط الصليبي لها جزء كبير جدا بحاجات ورصية بحاجات ليه علاقة بالتكوين العضلي وتكوين العظام فيه ناس بيبقى الإصابات دي بتحصل لهم كتير عندهم هستوري في تاريخ الإصابات ده وتحصل لهم كتير قدروا قدروا نقول له ربنا يشفيك ربنا يشفيك ابتلاء وانت شاء الله تبقى قده وبإذن الله ترجع واحد من أحسن اللاعبين اللي في مصر واحد من أحسن اللاعبين الرجال اللي في مصر لكن أصلا هو راجل بزيادة وساعات بيدخل دخلات غلط أصل كهرباء دخل معاه غلط أصل الملعب النجيلة بتاعة التتش فيها مشاكل يا جماعة فيطلع أكرم توفيق مضطرا هو الراجل يعاني في الابتلاق بتاعه وهو مصاب وهو حزين وهو عمالي يعني يقول يحظ الوحش فمضطر أسفاً الراجل يطلع يقول للناس يا جماعة الراجل كهرباء ملوش دعوة يا جماعة الملعب ملوش دعوة ليه كل حاجة عندنا لازم يبقى ليها حكاية وحدوتة ليه يعني بقى بقى بتجني يعني عارف انت مثلاً ما يبقى ايه واحد يكلمك في التليفون يقولك لقدر الله يعني صاحبك يعني انت أنا عملت حدث فانت تروح تقوله ايه طب وانت كنت مركز وانت العربية كنت مضبط الحاطة التليف بتاع الفرامل ده جديد طب الكوتش سليم يعني بيقولك عملت حدثة اتطمن عليه قوله ربنا يشفيك ربنا يشفيك نتطمن عليك وبعد كده نبقى نقعد نجود ونشوف بقى الأسباب الأسباب الحقيقة لهذه الإصابة هل الإصابات بالرباط الصديبي هو عندنا أكتر من اللي بيحصل في أوروبا وفي العالم ولا ده نفس المعدد طب هل الموضوع لها علاقة بالتغذية نقول الكلام ده بس مش وغل راجل ونقعد نعمل قصص وحكايات مش منطق يعني ربنا يشفيك أكرم توفيق لعب راجل لعب رائع وبصراحة المشكلة أكرم توفيق يعني طبعا طبعا يسعب علينا اللاعب بس مشكلته كمان إن احنا بصراحة ما حدش يزعلمين يعني ما عندناش باكرايت في مصر غيره ما عندناش باكرايت في منتخم مصر غيره إن شاء الله للفترة اللي جاية يبقى فيه أكتر من باكرايت مستوى كويس ويتحسن ويبقى أفضل عشان يبقى فيه تدعيم لمنتخم مصر الفترة اللي جاية وطبعا النادي الأهل الله يكون فعونه يعني أكيد بكل تأكيد يعني طيب معنا عبر الهاتف الآن الكبير كابتن سابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحلة يا كابتن سابر مشرف ومنور الله سليك كابتن كريم أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله يا كابتن كريم كان فيه غضب شديد جدا مع نهاية المباراة النهاردة من الجهاز الفني كله ومن اللاعبين على الهدف اللي تم إلغاؤه آه طبعا يعني مش الجهاز الفني والله بسه جماهير المحل طبعا جماهير طبعا آه طبعا يعني ثلاثة جميع تقول لكم يفرون معنا جلب جدا في الترتيب آآ يحطنا بفضع أحسن آآ يعني والله كابتن كريم نحن أنا يعني نحن كنادي يعني نحن بنحترم يعني لجنة حكام نحترم حكام مصر كلهم آآ إنما يعني اللي واحد يعني بطلبه أنه نحن نكون حقنا آآ حقك بس آآ إلا أنت تخد شكتة مش عاوزين أكتر من حقنا الكورة كابتن كريم لو حضرتك قدتها وشفتها بنعيد وحضرتك بتتكلم لعيد لعيد فارسو ما تلاش من على الأرض عشان يعني ما تلاش جمه من على الأرض أصلا هو عمل تحايل الحكم لما كورة ملقاش عمل تحايل وعمل نوع وبعدين قام كمل ما اعتردتش حتى بعدما كورة جاد جول اللي حصل يعني بعدما تقول ده هم من بره يكلموه عشان هو يعترد بس إنما الكورة أنا يعني يعني معظم الناس اللي شاكوا الماتيو كده وبعد الحكام يكلمون أن الكورة جول ما فيش أي حاجة هل في خطوة من نادي الغاز المحلة بعد ذلك هل فيها أطراد هيتقدم نتحد الكورة أو لا خلاص تتعامل تماما طبعا لا هو رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة نزيله بيانة عمطول عطار حرارة مية وإن شاء الله بإذن الله أن فيه همقدم احتجاج للغاية للغاية طبعا بالمناسبة الاحتجاجات دي كابتن صبر يعني الشيء بالشيء يذكر بتبقى مستني إيه من الاحتجاج زادة يعني أبكلمك أنت أبكلمك أنت بصفتك إدارة الأي نادي بالظبط كده يعني أنت لازم تثبت حالة لأن الوضع هذا كابتن كريم احنا يعني اتظلمنا في مطشي المعولين العرب أو مطش في الدول اتلغنا جول كان مية في المية جول اتلغى مطشنا مع الإسماعيلي احنا كسبنا الإسماعيلي في المحلة فيه جونين اتلغنا يعني مش عاوز أقولك جوان مليون في المية بالنسبة جؤيتنا ويؤيت بعض الحكام من حكام مصر قل الإسماعيلي داخل فينا اللي كان ممكن يرجحهم للماتش تاني وفصيد مليون في المية فيه تدخل من العيب الإسماعيلي في أخر في القورة ورغم كده يعني إحنا كان وضعينا دلوقتي لو احنا في العادي كان باع عندي 21 بوم يعني كنت دلوقتي في مركز ثالث والحقيقة انتم ماشيين بشكل رائع جدا الموسم دوت فأي نقطة هي بتفيدك تخش في مرتبة متقدمة في الدوري الممتاز ما يبقاش بس الكلام كله انت بتلعب في منطقة هبوط والله يا كتن كريم احنا بنقاتل وبنكافح عشان نرجع على المحلة الوضعها الطبيعي لان المحلة من الفرق الوضع الفرق الجمهرية الفرقة الكبيرة اللي كانت يعني تملي يعني لعيبة منطقة بمصر كثير جدا من المحلة كانوا موجودين في فترات كبيرة يعني من سنين نحن عاوزين نرجع على المحلة الوضعها الطبيعي المحلة من الفرق السبعة اللي خلق الدوري الممتاز صحيح طيب بمناسبة العودة بتعمل حالة جميلة في البلد طب بما اننا عاوزين نرجع غز المحلة للحالة العظيمة الغزل المحلة هم نتكلم في اربعة ايام تقريبا كلسان حراك طيب وتبدأ فترة انتقالات يناير هل حطيتوا عنيكوا على تدائمات الفريق هل هيبقى فيه تدائمات اصلا في يناير ولا انتم مش حاطين في اعتبار كنت يدعموا في يناير لا ان شاء الله بإذن الله هو بس المدير الفني بيحط رؤيته ونشوف هو محتاج ايه وان شاء الله ببنا نستغل عني في اي لعبين هيرحلوا ولا اللعبين كلهم موجودين والله دي برضو الجهاز الفني المدير الفني ان شاء الله بإذن الله هو هي يعني في تقريب بيعمل هنا يعني في الفترة القصيرة دي وان شاء الله هنشوف التقريب لو لو هو مثلا عاوز دعيبة تمشي عاوز التدائمات احنا كمجلة ادارة ان شاء الله بإذن الله هنحاول الضعم يعني بالصورة اللي خليل بغزي غزي المحلها وحدود امكانياتنا ان شاء الله ان شاء الله كابتن الكبير كابتن صابي عيدا المدير رياضي بن نادي غزي المحلها بشكلك شكرا جزيلا على هذه المداخلة زي ما قلت لكم النهاردة حرس الحدود بيحاق اول فوز ليه في الدوري الممتاز وزي ما قلت لكم قبل ما يدخل معايا حتى كابتن احمد ايوب عنده فرقة محترمة جدا ومعظم المبارات اللي فرج على حرس الحدود الفرقة بتبقى كويسة في الملعب بتعمل اداء جيد في الملعب هي مشكلة وانا هتكلم فيها مع كابتن احمد بعض اللحظات انه دايما عندهم مشكلة في انهاء الهجمات يعني الفرقة بتوصل كتير بينقله كرة صح بيدافعه صح بس انهاء الهجمات دايما في حاجة ده طبعا يتكلم فيه اكتر او يتكلم فيه بشكل افضل كابتننا كبير كابتن احمد ايوب المدير الفني لنادي حرس الحدود يا كابتن احمد الف مليون مبروك الفوز الاول الفوز اللي تأخر كثيرا يعني ساحاتي دي كابتن كريم ومتشكر على الكلامك الجميل في البداية بقول الحمد لله يعني اول فوز في الدوري هو اتأخر طبعا كتير الاسبوع التاشع لكن في النهاية يعني هي تلات مهمين وجوم في توقيت مهم بعد خسارة قاسية من نهاية الزمالب الاسبوع اللي فات يعني يمكن خسارة ما اتعبرش عن اداء الفرقة خاصة نسبت الاولاني ولكن الحمد لله يمكن التماسك والكلام عن اللعيبة والروح القتلية اللي كانت موجودة من النهاردة يمكن هذا اللي كان دا فعلينا ربنا كرمنا وقدنا ثلاث نقطة من نهاردة من فرقة كبيرة وعندها سقوات كبيرة وعندها مطير فمي خضير ثلاث نقطة منه من نهاردة من بنك الاهل دا مكسب كبير جدا جدا بنابنى عليه للفترة الجاية ثقة للعيبة كبيرة تسبب انها تقدر تكسب انها تقدر تجون اتنين في المباراة لاننا عندي مشكلة في الحتة التهديفية صح النهاردة توفيق ربنا كان معانا ولازم اعترف في كده يمكن النهاردة اه في روح في رجول في الملعب ولكن غلبت على الطابع الفني اللي احنا متعودين عليه المباراة اللي فاتت ولكن في النهاية اهم حاجة تلات نقطة عارف كابتنا احمد انا بحييك وبحيي لعيبة حرص الحدود على فوز النهاردة بس يعني بنياب عنك وبنياب على لابينك كمان انا عايز احيي ادارة حرص الحدود بس انا بحييهم عشان بعد ثمان جوالات وفي استكرار انه في استكرار في الجهاز الفني وفي استكرار اللاعبين دايما دايما الاستكرار دوت اكيد هيودي لنجاح بعد كده فالنهاردة لا تكليل شغلك وشغل اللاعبين وإدارة بتدي السبورت والدعم يعني طبعا خليني سلاك اشكر مجلس ذات حرص الحدود بقيادة اللي هو عمد اليماني خادقاته ورئيس النادي على الاعمو المستمر وصدر طبعا على الفرقة وإحنا كلنا نفهم المسؤولية كلنا عندنا هدف واحد احنا عارفين ان احنا عندنا قدرات معينة من خلالها ويمكن بدايتنا كانت طعب في الدورة مع فرق من عيار الانتقيل يمكن ما كناش موفقين في مباراة كتير جدا جدا يمكن ان بقولك انا بالنسبة لي عدت نسع مطشوات سبع مطشوات ونص كويس وافضل من الفرق اللي بالعيبة ومباراة ونص ما كنتش كويس او انا بعطي رزي كده هي مبارات كيراميكا والشوت التاني مبارات الزمالي وفي اثناء كده لا انا كنت كويس لو ما كنتش ايكوال مع الفرق اللي بالعيبها لا كنت افضل وجات لي فرص اكتر كان ممكن اهدف ويتبع خاصية اهدافي اكتر من كده كمان النوقتي تكون اكتر من كده ولكن نتيجة اللي في لعيبة لسه اول مرة كان عندنا لعيبة صغيرة نتيجة اللي بالعيبة نتيجة اللي بالعيبة ونصح بالعيبة عشان برضو تبقى لعيبة كويسة في المستقبل والحمد لله النهاردة جي مكسب بيضيف لينا وبيدينا ثلاث نقط وبرضو بيخلينا ممكن احنا معدلناش من موقعنا في الجدول ولكن انت بقيتنا على الناس نظر طيب احنا داخلين دلوقتي يا كابتنا احمد خلاص على شهر يناير وده رأي مش عارف رأي حضرتك انت اكيد الاضرب فريقك بس اكيد انت محتاج تخش فاطل الانتقالات الشتوية بتدائمات في الخط اللجومي الفرقة كلها ماشي بشكل كويس منظمة بشكل كويس بس عندكو دايما حاجة في نهاء الهجمات فأكيد انت محتاج الناس خبرة قدام يمكن انا طبعا الحمد لله الفرقة نظر بشكل كويس وقف بشكل كويس وده الشغل اللي انا اشتغلته معا من بداية معا فرقا بها الفرقة اداد والحمد لله ده واضح انت لعب لا دركش اجيب الفروت اللي يقدر ينتهز فرصة ويجيب جول المعيب اللي يقدر يوصلني لجول بزرعة تأثير المشكلة الحقيقية عند الفرقة فترة الجاية بندور على العناصر دي احنا جدنا احمد علي فرصة خبرة كبيرة في اطار التعاقد مع مهاجم افريكس من اسيوبيا جدنا معا فلوس ملعب دوري وان شاء الله يوفيه كوكو المعيب افريكس جدا 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 والمفروض كان معا في الخرقة الأساسية ولكن بزروف البطاقة الدولية ما كانتش وصلت فقط لفترة القدر الأولينية ولكن هو معنا إن شاء الله في يناير إن شاء الله كل التوفيق كابتن احمد الفوز الأول انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرص الحدود بص الفكرة انت بتتكلم على مدير فني بعد ثمان جوالات هو موجود فيه الدوري الممتاز مكمل شغله محققش اي انتصار سوى اليوم في اول مباراة بس ادارة مدية الفرصة يديني الفرصة بتتكلم في سبع مدربين راحلوا عن اندية في الدوري الممتاز بعد ثمان جوالات عشان كده انا حييت ادارة حرص الحدود والكابتن احمد ايوب معايا عشان ادارة تانية اكيد ما كانش هتستنى على كابتن احمد ايوب ولا الجهاز الفني تتكلم كابتن علاء عبد العال راحل من طلاع الجيش بعد ثلاث جوالات كابتن محمد يوسف تولى المهمة بعد منه وبعد كده نونو الميدة راحل عن تدريب فاركو بعد سبع جوالات تولى كابتن اهاب جلال المهمة بعده كابتن اهاب جلال اصلا كان راحل عن تدريب المصري بعد اربع جوالات وتولى كابتن طريق سليمان مؤقت ربعا كده كابتن حسام حسن وكابتن خايد جلال راحل عن تدريب البنك الاهلي بعد خمس جوالات تولى بدلا منه الكابتن حلمي طولان وطبعا الاسماعيلي مش هيبعد عن القصة دي لو هنتكلم على ادارات بتمشي مدربين بسرعة فاكيد الاسماعيلي هيا انا موجود خان كالوس جريده راحل عن تدريب الاسماعيلي بعد ست جوالات تولى بدلا منه الكابتن ايمن الجمل اللي نتمنى له كل التوفيق وايضا الكابتن احمد كشري راحل عن تدريب امبي بعد ثمن جوالات تولى بدلا منه الكابتن هاني عبدالله ده غير طبعا الكابتن ربيع يسيني اللسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم مع اسوان ومشي بعد ثلاث جوالات وتولى بدلا منه كابتن ايمن الرماد تخيل مدارب بيمشي بعد ثلاث جوالات يعني عامل فترة أعداد وجايب لعيبة هو اللي مختلف اللعيبة يلعب ثلاث ماتشاط امشي يعني لسه لسه وفي توفيق وفي زروف وفي لعيبة بتطبع على بعض وفي فريق بيلعب مع بعض وفي انسجام وفي كيمستري وفي تفاصيل كتيرة عشان كده أنا بحي إدارة حرس الحدود أكتر ثمان جوالات ما فيش انتصار واحد بس يجي النهاردة يبقى في انتصار فيبقى تكليل لشغل الإدارة اللي فاهمة شغلها اللي ثابت الفرصة للمدير الفني اللي وثقت فيه طبقا أنا أبتكلمش على قدارة الحرس الحدود اللي بيديره الكورة في حرس الحدود كأسماء وأنا أبتكلم على الكابتن أحمد أيوب كمدير فني أبتكلم على المنطق المنطق اللي فيه كثير من اللي احتراف ايه كثير من اللي احتراف ايه نفسي معظم الفرد تفكر كده أخبرنا النهاردة وأحمد مصطفى زيزو أفضل لاعب في الدوري المصري وفي الكرة المصرية الموسم اللي فات العروض بطبيعة الحال طول الوقت موجودة بالنسبة له الراجل دلوقتي عنده تلات عروض خارجية عرض من نادي سعودي عرض من نادي إماراتي وعرض من نادي نانت الفرنس اللي بيلعب فيه مصطفى محمد لكن العروض دي كلها حتى هذه اللحظة هي عروض شفاهية من جانبه نادي الزمالك بيرفض تماماً تماماً رحيل زيزو في الوقت الحالي ومستمر مع الفريق نادي الزمالي أنا أقولت لكم العروض بس ده العادي ده العادي ده العادي طيب في لعب بيلعب في الدوري المصري اللعب ده من اللعيبة اللي ممكن تتحط بين قصين الجملة الشهيدة اللي هي اللعيب الـ Underrated اللعيب اللي مش وقت حقه معاي نادي اشتغل معاه هو مؤثر بصراحة عشان بقى أمين ما بيبقاش عنده استمرارية طول الوقت بس دايماً مؤثر دايماً مؤثر ممكن تبقى إصابات ممكن غيابات تنقلات كثيرة في الأندية ممكن تأثر على مشواره ولكن لاعب كل المدربين اللي اشتهروا معاه كل المدربين اللي شافوه بيتعاملوا معاه انه هو لاعب مميز جداً عشان كده هو ورقة ورقة الناس في كثير من الأندية يحبوا دايماً يشتروه ويتعاقدوا معاه عشان يبقى مفيد لفريقهم أنا أتحدث عن محمد حمدي زاكي صاحب ثلاثة أهداف مع أسوان اللي خد أحسن لاعب مرتين في الدوري هذا الموسم في مباراتين كابتن محمد حمدي زاكي مشرف ومنور بهنيك النهاردة وأداء رائع جداً طوال الموسم حبيبي يا كثير من كريم طبعاً مشرف لي كون مع حضراتك وشكراً على الكلام الجميل ده ده أقل من حقك حبيبي يا ربنا يخليه هم أربعة مش ثلاثة بس نبداي طيب حلوين 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 طيب أربعة أهداف أنا اللي عديت غلط يعني بعد ما عادت أقولي المقدمة دي كلها بعد ما عادت أقولي المقدمة دي كلها رح تحاجاته أعتمين يا ربنا يزيد ربنا يزيدك الهدف النهاردة كمان حلو قوي الحالة مع أسوان حلو أسوان كمان بصراحة الدنيا فائت البداية ما كيتش أفضل حاجة ولكن الدنيا جاب انتصار جاب انتصار والنتاج تحسنت وبعدتوا شوية كتير عن منطقة صراع مصراع الهبوط والله الفترة لأنها كانت الدنيا يعني لسه مش ظاهرة قوي الفرقة لسه يعني ممكنش إستجام بين الفرقة تعرف أنها لسه مجمعين الفرقة وبرضو غيرنا الجهاز الثاني بعد أول ثلاثة أربعة مرشات فالدنيا مكادش مستفرة خالص حتى ما جيد كابتن أيمان صراع هو الخلق الحالة نبين اللعيبة نحاول يجمع أكبر أكبر تشكيلة ممكنة ممكن تجب الموجودة في الدوري الحمد لله الفترة اللي فاتت مركزين جدا ربي شغال معنا وتعب معنا جدا وده باين طبعا في الملعب يا رب كميل على خير يا رب إن شاء الله الفرقة يعني الفرقة فيها انسجام وفيه أكتر من عنصر كابتن محمد وأنا أنا بتعامل بعدلوقتي بقى مع العب عنده خبرات كبيرة الفرقة تحس إنها مكتمنة يعني الدفاعين هي ماشية بشكل كويس في وسط الملعب جيدة هجوميا كمان فيها عناصر مميزة أوشي والله أنا لسه بقولك يعني لسه بقولك دلوقتي كابتن فعلا يعني يعني اللي احتار عنده ناس برد عنده ناس برد كمان بسة يعني لما تلعب برضه هتشوف هتشوف اختلاف كبير جدا يعني آآ تبقى ظروف متشاط الحمد لله الراجل بيختار أجهز ناس تبقى موجودة مثلا من وجه النظر وهو آآ واللي بينزل برضه ببقى ما شاء الله يتفوهز جدا فالحمد لله يعني ده فضل ونعمة من ربنا يعني الزرع بمشي بالشكل بقيت انت دلوقتي واحد من هدفين الدوري الممتاز متارجة الهدف ده يعني عندك الهدف ده انك تبقى هدف الدوري هو انا هو انا في الاول بصراحة مكنتش متارجة يعني انا ابقى كويس ونازم اجيب اهدف يعني صح بس واحدة واحدة الطموح بيعله شوية يعني مخصوصا كنت قبل كده هدف الدوري بس ما كملتش يعني قبل ما ممشي من الاتحاد الروح الالي صح يعني كت برضه في نفس المستوى كده كل مواتشين ثلاثة مثلا بجيب مجنون بجيب جنيل فالتموح بيعله فان شاء الله يعني الواحد يبقى مركز بقى في المرادة بس اما حاجة الفرعة تبقى ماشى كويس وان احنا نكسم يعني التموح بيعله له علاقة كمان بمنتخب مصر اكيد اكيد ده شرف لأي حد يبقى موجود في المنتخب يعني فالواحد بس يعني يشوف يشوف اهم حاجة النادي يبقى ماشى في النادي كويس صح وكل الخير بعد كده هيجي يعني ان شاء الله كابتن محمد حمد زكي هداف اسوان صاحب الاربعة اهداف الدوري حتى هذه اللحظة في هذا الموسم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دي هداف محمد حمد زكي واحنا منتكلم الفاكرة مراجم حلوة اوي وعنده قدرات كبيرة جدا تأخر بعض الشيء وفترات انت قالوا ما كانش فيها كثير من الاستقرار ولكن هو كقدرات فردية هو كقدرات فردية رائعة جدا خلال الساعات الماضية قامت شركة تسويق لعبين بعرض الكابروني فينست ابو بكر مهاجم النصر السعودي على الزمالك نادي الزمالك وافق طبعا مبدئيا على الفكرة فكرة ضم فينست ابو بكر لكن القيمة المالية لللاعب اللي هتدفع لنادي النصر بجانب عقد اللاعب اللي يصل الى 6 ملايين دولار سنويا بيجعل الصفقة مستحيلة عشان كده مسؤولي نادي الزمالك بياخدوا خطوات او ما اخدوش خطوات جدية وفضلوا غلق الملف مبكرا خد بالك منست ابو بكر اتعرض قبل كده على الاهلي اتعرض على كده على الزمالك وكان متعلق جدا في كأس العالم مع المنتخب الكاميروني وسجل هدف الفوز طبعا الفوز الشهير على المنتخب البرازيلي بس انت بتتكلم في واحد الجماعة صعب بتتدفع فلوسه انا مش عارف ليه كل شوية الموضوع ليه وكيل لعبين او شركة تصويق تيجي تكرر تقول انا هجيب اللاعب دوت للزمالك قبلها هجيب اللاعب ده للاهلي فهو برضو مش لعب قليل انا فاهم انه كريستانو خلاص قرب للناصر فعشان كده فينست ابو بكر ممكن ما ياخدش مكانة اقساسية فيبقى الراجل عايز يلعب في الدول المصري وكده كده اصلا فينست ابو بكر لو قعد على الدكة الكريستانو مش يبقى متضايق يعني اهو فينست ابو بكر فصلا يعني موضوع صعب يا جماعة انا بس قطركم الخبر عشان ده حصل فعلا على طولة نادي الزمالك شركة تصويق لعبين جمع لهم هنجيب لكم فينست ابو بكر كيما جماعة بستة مليون دولار جماعة متحذروش طلعبر فهم من اخر يعني مش هندفع يا ست يعني فيش نادي في مصر يدفع الرقم ده يعني بدون داعي مش بدون داعي انه هو لعب وحش يعني بس الرقم كبير اوي على على فكرة انا بكسب ايه عشان هدفع ستة مليون دولار رقم ضخم طبعا وان كان طبعا هو اضافة لأي فريق يعني غير ان الستة ده مرتبوا يعني مش اللي هياخده الناصر يعني المفروض ستة ده هو الراجل هياخدهم في السنة احنا اللعيب اللي هياخد عندنا اثنين مليون دولار اشرف متشارك ميش عشان اثنين مليون دولار في السنة فالموضوع صعب طبعا يعني مش هينفع منطق حلو طيب لياحة اتحاد الكرة منعت الكابتن محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة من تولي منصب مدير بطولة امم افراقيا للشباب اللي هتقام في مصر خلال شهراء فبراير ومارس الفين تلاتة وعشرين كان هناك ترشحات لبركات لشغل المنصب لكن لقاحة اتحاد الكرة منعته من الجمع بين عضوية اتحاد الكرة ومنصب مدير البطولة وفي السياق ذاته رفض الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنة الخمسية لإدارة اتحاد الكرة السابق تولي المنصب بعدما تحدث معه اكثر من عضو بالمجلس إلا انه اعتذر لانشغاله بأعمال خاصة في الوقت الحالي ده خبر ينفع يعدي بس الخبر الجاية ده مش يعدي جمال علام رئيس الاتحاد المصر الكرة القدم قرر إلغاء الاشراف على المنتخبات الوطنية من جانب أعضاء المجلس رافضا سياسة المجالس السابقة بتعيين كل عضو من أعضاء المجلس كمشرف على كل منتخب من المنتخبات سواء الناشئين أو الأولمبي أو الأول ده الخبر تمام؟ التعليق أو مش التعليق الكواليس معروف حازي إمام مشرف على المنتخب الأول معروف الكابتن محمد بركات مشرف على المنتخب الأولمبي هل حراك شايف في ده عيب؟ أو شايف ده حاجة فيه حاجة غلط؟ وحازي إمام بتاع الكرة بيشرف على المنتخب الأول بخبراته الكبيرة محمد بركات بتاع الكرة بيشرف على المنتخب الأولمبي بخبراته الكبيرة في الكرة الحكاية فين؟ من أستاذ جمال علام كان عايز يبقى هو هو جاب فيتوريا وقال له أنا هبقى مشرف على المنتخب الأول زي كل الرؤساء لاتحاد الصفاكين طبعاً الموضوع دوت دائق كل فأستاذ جمال علام قال خلاص لأنا تدايق ولا أنت تدايق ما فيش أصلاً أعضاء من اتحاد الكرة يبقوا مشرفين على المنتخبات لو فيها لك فيها يعني لو مش موجود خلاص يبقى كلنا مش موجودين الأمور ما بتضرش كده في كل الاحترام طبعاً أستاذ جمال علام كل الاحترام لحاجز إمام كابتل حاجز إمام وكابتل محمد بركات بس يعني هي مش طرطة كلنا بندور عليها ببساطة إلا إلا لو هناك في اللائحة لائحة اتحاد الكرة بتقول حاجة أنه رئيس اتحاد الكرة هو المشرف على المنتخب المصري الأول بتاعك أو مثلاً أستاذ جمال علام يبقى هو مثلاً أسطورة كرة القدم المصري أو له خبرات كبيرة في ملاعب كرة القدم فيبقى هو المشرف على المنتخب الأول ماشي لكن إيه اللي يمنع أن حاجز إمام بيقى مشرف على المنتخب الأول وإيه اللي يمنع أن محمد بركاتي بيقى المشرف على المنتخب الأولين بيه ما عرفش ماشي يعني كل حاجة ماشي بنعدي عارف أنا ببقى جاي من الحلقة بقول يا رب يا رب ما لقيش حاجات من الحاجات اللي هي بتبقى إيه اللي بتاكل في الدماغ دي اللي هو تبقى مضطرة تعلق عليها ومضطرة تقول ده صح وده غلط نفس الأمور تمشي مثالية بتركوا من الكلام ده قبل كده أحلى حاجة أحلى حاجة للرجل اللي بيجي يطلع قدام الكاميرا إنه عايز يجي النهاردة يتكلم على التلاتة أربعة ثلاثة والأربعة ثلاثة والتلاتة خمسة أتنين ومين هينتقل لفين ومين هيلعب إزاي قد أحلى حاجة للرجل الإعلامي بتاع الكورة بس إحنا مشكلتنا دايما بنروح لحاجات فرعية غزبا عننا عشان هي بتبقى فرعية كأخبار بس هي في قلب الحدث في قلب الموضوع ربنا يسطر نروح لي موعد مباريات الأحد إن شاء الله في الدوري المصري الممتاز الجولة التاسعة بإسماعيلي هيواجه المصري البورسعيدي الساعة ثلاثة اللي ربع مباراة كبيرة جدا درب القناة واحدة من أهم المباريات التلعب في الدوري الممتاز والمكلة العرب هيواجه نادي الزمالي في الخمسة وفي السبع مساء الأهلي وسموحة ثلاث مباريات من العيار السقيل غدا إن شاء الله نستمتع بيهم ضife أيضا من العيار السقيل هيكون معايا بعد الفاصل هو الكابتن الكبير كابتن حامد صدقي مداري منتخبنا الوطني الأسبك خليكم يا عنا بحضاتكم مرة أخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة كابتنك كبير كابتن حامد صدقي مداري منتخبنا الوطني الأسبك كابتن حامد مشرف ومنور الله يخليك كريم السايد موجود معك يا حبيبي أنا أسعد وحشني جدا الله يخليك وإنت والله وحشني أحمد الله على سلامتك الله يسلمك كاس العالم كان موجود ده في قطر طوال هزي الفضرة الموضوع ممتع أوي أوي استمتعت يا قطر الحاجات شفتها هناك كالباستاك يعني الحاجات اللي انت بتحطها في النوتس في دماغك كده في ملاحظات لا يعني والتنظيم تنظيم رائع أصنع أصنع حضرت البطولة العربية من سنة أصنع عزون برضو في البطولة العربية فكان فيه بعض مشاكل قلت استحالة يعني قدري يعني مواصلات والشبكة ما كانتش كويسة شبكة المواصلات ما كانتش جيدة كان فيه مشاكل ظهرت كتير في البطولة العربية كل الكلام ده مع الكم الكبير من الجماهير والدول الموجودة تلاشت بنسبة 100% يعني مفيش خطأ واحد تشوفه في البطولة يعني في ثانية يعني ممكن تروح قبل الماطسة وعشر تخش تلاقي كرسيك وتقعد يعني مفيش مشكلة خالص هم كانوا عاملين البطولة العربية فعلا عشان يجربوا يشوف الإيجابيات والسربيات ساعدتهم مشاكل كبير جدا طبعا في كل حاجة يعني تالي أي بلد هتنظم كاسا عندها يعني حرج كبير من اللي حصل في قطر قطر صغيرة طبعا فسهل جدا ممكن تروح مطسين في يوم واحد ما بيقولك البلد الصغيرة دي بقيت حاجة إيجابية من السلبية لأ إيجابية طبعا يعني انت بقى ممكن تروح تفرج على مطسين ثلاثة في اليوم يعني لو فيه أربع مطسات اتروح مثلا لو مطس النمر واحد تروح نمر ثلاثة سهل تروح الواحد وثلاثة وتروح مثلا خمس يعني لو فيه أربع مطسات هتختار ما تشير من الأربع هتروح مستريح هاي ما عندكش مشاكل هاي وممكن تزنق نفسك تروح التالت أو لا أنا كنت عرف ناس بيروح تلاثة مطسات لأ ده في الوقت عاما ريكورد يراح المطسات كلها الاربع مطسات بيروح آه يخلص بسرعة ينتقل يمكن أبعد ملعب كان لوه اللي فتاح ملعب البيت اللي هو كان في الخور كان ده ستين كيلو لكن كل الملعب حاولين بعض يعني تعرف خطر صغيرة فسهل جدا التنقل بين ملعب والتاني وسهورة الدخول ما فيه ما عندكش مشاكل في الدخول خالص للجمهير الدرجة التانية وتالتة والأولى والفئة بيه كله بيخش بشكل منتظم بشكل جيد وبعكده فيه المترو ممكن بالمترو من عند الأوتيل اللي انت عاد فيه تاخد المترو وتنزل في الملعب الله فده كان بيسهل بشكل كبير يمكن قفل بعض الشوارع الشارع الكورنيشة قفل عشان كان بيعمل زحام رهيب فابتدى فيه بديل ليه الأوتوبسات وتعارف بالكارت التهاية بتركب أي حاجة صح فكان فيه حاجات إجابية كبيرة جدا ساعدت في النجاح الكبير بتاعه غير بقى الجودة بتاع الملعب من غرف ملابس بأرضية ملعب بالخدمات المساعدة للجمهور الكافيهات الحاجات دي كانت بتريح يعني عارف ما فيش مشاكل والدخول والخروج أنا عايتك كان فيه تأس سئلات عظيمة فيها كانت جيدة جدا جدا هاي قبل ما سيب كاس العالم ايه رأيك في العملية أو عمله المنتخب المغربي عشان بصراحة دايما هو بشكل تلقائي كلنا بنقض نحط مقارنات طب احنا ليه ما نبقى إزاي المنتخب المغربي طب احنا إيه اللي نقصنا نبقى إزاي المنتخب المغربي طب احنا التاريخ الكبير ده ود مش المفروض كنا نبقى في كاس العالم ونعمل إنجاز زي اللي عمله المنتخب المغربي شفت المنتخب المغربي عمل إنجاز ده إزاي بحيث إنه احنا نتعلم إيجابيا مش عيب يعني لا بص فيه حاجات كتيرة يعني كم عدد اللعيب المحترف برا قاعدة كبيرة جدا جدا يعني فيه متاح للمدرب إنه يختار قاعدة كبيرة ولازم أرجع للمدرب قبل المدرب عشان فورسا أنت المعايد أنا كل يوم أطلع بقى في البرنامج أقول الله يسمى حكاب تنحاسن شحاته وجهازه الفني عملوا إنجاز في 2006 و2008 و2010 بلعيبة معظمهم محليين فكل الناس طلعين يقولك إيه لا إحنا اللعيبة المحليين هي اللي تكسب معنا بطواطح ما تجيبش محترفين هاي الليكت بتقول لي المحترفين ديو حاجة مهمة طبعا وإنت موجود في الجهاز الفني طبعا فممكن تقول بس تشرح لنا لين المحترفين دي حاجة مهمة مش كل شوية نبني على فكرة 2006 و2008 و2010 وتبقى ديك قاعدة مش الاستثناء بص إحنا بقى لنا كم سنة ما فيش انتظام في الدوري من الدوري بيأثر على المنتخب شكل كبير جدا طبعا احنا من ساعة يمكن الكورونا بقى لنا الوقتي 2019 و2020 و21 و22 و3 سنين الدوري بتاعنا غير منتظم والدوري بتلاعب في سنة مفيش مداري بيقدر يعمل الهمل التدريبي بتاع اللي بيحصل دوت انت مش عارف الجدوى الشكله إيه فاللعيب المحترف هو الدوري بتاعه منتظم بره معلش بياخد جرعة تدريبية أخو من الموجود هنا بياخد خبرات أكبر بيقابل من سوق أعلى بالذات لو بيلع في نادي كبير زي محمد صلاح يعني عندنا مثلا اربعة خمسة زي محمد صلاح فانديها كبيرة بتشارك في بطولة أوروبا أكيد هيبقى المرضود لمنتخب مصر هيبقى موجود بشكل هيرجع لمنتخب مصر بشكل كبير جدا وده اللي شوفنا في المنتخبات كلها بلاش خلي المغرب هنتكلم عليه ساحل عاج الكاميرون جزائر الفرقة الكبيرة دي السنغال اللي عندها كم محترفين مش طبيعي فبيقادوا بشكل كويس جدا لما بيروحوا هو البودري بيجيب اللعبة كلها من أوروبا ما بيخصش للدورة المحلية بيختار من أوروبا ويسيب من أوروبا ويسيب من أوروبا طبعا يعني اللي هو بيختار ويسيب ده اللي حصل مع منتخب المغرب بس بقاله فترة المغرب بتقدي يمكن من سنة الثامنة والسبعيل بتقدي بشكل كويس في كسر العالم من زمان عندها محترفين عندها قاعدة المحترفين كبيرة الظروف كلها تجمعت عشان تعمل نجاح المرات هاي اللي هو اللي هو انت الأول بس أنا عنا بأخذ منك زي رشدة كي نفهم إحنا إليه نقصنا نقصنا دوري قوي دوري منتظم منتظم دوري المحترف منتظم بالزرابطة لازم تقوم بدورها بشكل قوي جدا هاي يعني كنا طلعنا ونطلع دلوقتي لقدام للمستقبل المستقبل يعني هيبقى وما عند تصفات كسر العالم اللي جاي دي يعني هو بقولك روح كسر العالم تسعة من أفريقيا هيروحه يعني هتروح هتروح إن شاء الله طب أنا هقولك حاجة تاني يعني الموضوع الموضوع بتفتح بعضها قوام الأساسي المنتخم مصر كابتل حمالة دلوقتي القوام الأساسي معظمهم كسر التلاتين هم نتكلم في أربع سنين كسر العالم محمد صرح كسر التلاتين من أول محمد الشيناوي أحمد أجازي إنني إنني كله خلاص حتى تجدد ده بأدواء بيسلم بالزبط كده فأنت برضو يعني لما تبص على الأسمان اللي أنا قلتها داية ما هل بعديهم لا ما يشيروش من منتخب النظرة المبدئية يعني نعمل إيه نعمل إيه عشان في الأربع سنين دول عندنا جيل محترم وجيل كبير يسلم يستلم الراية من الجيل اللي أبريل لا بص لا يعني فيه جيل كويس موجود لازم ندي شجاعة وثقة للجيل الموجود مع بجانب الخبرة أعضر شاشية الخبرة كلها واعتمد على الشباب اللي هو بدون خبرة صح منتخب مصر ما بيخدش بطولة بيخد بطولة بيخد على الكاس صح على بطول كاس الأمم لا إحنا عايزين يوغض الكاس الأمم يعني عايز يروح كاس العالم مفيش بقى أم داري بيجي تحكي علي يقولي أنا بعمل مشروع لأ منتخب مصر مش مشروع الأهل والزاملك مش مشروع الكلام ده تقوله في حتة تاني يعني بيقولك أنا هعمل مشروع لمستقبل لا إنت إنت بتعمل تنظيم وخطة عشان أصعد كاس العالم الفضل الجاي يعني قدام أربع سنين عندي البنية التحتية عندي اللعيبة عندي عندي كل حاجة بس أنا لازم أوفر له الجزء الإداري بشكل كويس لأنا عامل دوري منتظم دوري جيد يفرز لعيبة كويسة مش لعب لك اللعيبة كل ثلاثة أيام ودخل لعيبة في إجهاد وإصابات وقولك ما هل هم دولة اللي عندي لا إحنا دمرنا دمرنا لعيبة منتخب مصر السنة اللي فاتت اتدمرو يعني فيه لعيب خاض مثلا فوق السبعين مباراة في الموسم بلعب بطولة أفريقيا معنا دي ودوري وكاس وكاس مصر ومنتخب لا وديف على يوم كمان كاس عامل عندي بالنسبة للأهلي كمان بالضبط هو العيب في النادي الأهلي يعني السلاء ممكن أكتر الناس اللي أخذوا مطشط السنة اللي فاتت صح ليه يعني ليه وكده ممكن أخذ بس لازم عندي فترات راحة متبعدة عندي ممكن أعمل أضغط الدوري في شهر في كل 3 ايام لكن لازم بعد كده أرجع انتظم تاني لكن مش طول الوقت بتلعبني يومين وعب التالت ثلاثة وعب الرابع كتير يعني ما ينفعش فلازم أعمل انتظام للدوري بشكل كويس جدا يعني زين نرجع نتكلم على المغرب المغرب الكثة بتاعت المدرب المدرب شهرين شهرين قبل البطولة ومش الجملة الشهيرة عندنا عند العالم كله يعني مدرب فترة قليلة ما تطلبش منه النتائج يعني خلال ما نحيش يشوف ما نحيش يشتغل إزاي ركراكي نجح مع المغرب ويوصله من المرحلة وليد ركراكي مدرب يعني أنا معرفوش طبعا ولكن لازم أحل الأداء في رقيته هاي فيه أول حاجة جزء نفسي بنسبة كبيرة عودة حكيم زياش عودة مزراوي عودة أناحي فيه ناس أكتر من لعيب حمد الله وحمد الله إدى الصقة للعيبها قرب قوي من لعيبها ده بجانب الجزء الفني الرائع اللي عنده لعب بسيستم معين سيستم أي فريق بيعمل تاكتك ممكن يتلاقيه في أخير ربع ساعة التاكتك ده يتهز شوية لكن لمعه تسعين دقيقة محافظة على المسافات اللي بين الخطوط منها وبعض القوة الدفاعية بيدفع بشكل كويس عنده فكرة في التحول الدفاع الهجومي بشكل كويس وده بيعمله كله ماتش يعني مش مباراو خلاص من ساعة ما بدأ مع كرواتيا بلجيكا كل كندا كل الماتشاط اللي لعيبها لعيبها بسيستم والتاكتك معين حافظ عليه طول الوقت والنتائج تدرح عالية للعيبة وحماس للعيبة مع الجمهور مع لعيبة كوالتي كويس يعني مرابط ده من أخوة دفندرات في البطولة بوفال ظهر بشكل كويس جدا نصيري عايز الدين قناحي عايز الدين قناحي نجم فوق العدف في وسط الملعب ملاح مرابط سايس الدفاع كويس مزروي ده بيلعب باكرايت ما بيلعبش باكليف بيقدي بشكل رائع يعني عوض الغيابات وياسين بونو كمان حارس وياسين بونو طبعا مع حارس قوي زي ياسين بونو فالفريق كان مكتمل يعرف لما بيجي فيه ظروف تتجمع في بطولة صح الفريقتك بتمشي بشكل كويس جدا ممكن يكون فيه تخطيط يعني قبل كده طبعا أكيد فيه تخطيط يعني المغرب هي من فرق من الدول المنظمة قوي الفرق اللي بتدوريها منتظم عندها محترفين كان محترفين كبير برا فيه مساعدة كبيرة جدا يعني فيه حاجة بتروح للنجاح صح لما بتنظم بطولة بتنظمها على أعلى مستوى الحتة الإدارية دي عاملة انكاس على الفريق الأول شكل كويس المغرب لما وصلت لأنها تبقى رابع العالم هي رفعت التوقعات عند الناس كلها دلوقتي إنه منتخب موصل لوقتي رائح كاس العالم إن شاء الله فيقول له لأ انت حاولت أخذ بقى المركز الثالث انت عدد دور الأول يعني خلال عدد بقى انت لأ يعني أقصد التوقعات بالنسبة لك لمنتخب عربي بيشارك في كاس العالم ما بقاش مجرد إنه أرجوك عدد دور الأول لا هو دلوقتي وصلني وصلني المغرب عملت حاجة اللي هو عدد لا خلينا عايشينا أرض الواقع مش عايزين نحلم قوي أنا عارف لما المغرب كل ما بتكسب مطر بتعدي بلاقي نغض المصر لا في حاجات كتيرا لسه إحنا منصلح لسه عايزين نعمل يبقى فيه تفعيل ربطة المحترفين فيه انتظام في الدوري دوري بقى محترف يتسوق بشكل كويس هنمشي خطوات هتوصلنا لكده مش نوصل لحاجة خلينا وخعين ولمشي بتسلسل صح عشان نقدر نوصل لكده هم نبقى عندنا محترفين عندنا دوري كويس عندنا إليحة بتطبع أكل طيب كابتن حماد لما انتو كنت موجود في الجايز الفني المنتخب مصر مع كابتن حسن شحات كنتو بتعودوا دول الوقت تقولوا يا ليد كان عندنا محترفين أكتر بس كل وقت وليه كلامه يعني مش عايزة أربط إحنا كان نجح وكان عندنا عدد محترفين ولا يلمش كتير برا بالزبط فاللعب القوام الأساسي من مصر فبنقدر نعمل معسكرات بدر شوية بدل خمس تيام نخليهم عشرة فيها أكاس الأمم كنا داعمل نعمل معسكر 25 يوم مش مسموح اللي تجيب محترفين من برا يعوضوا معك 25 يوم صح فكان فيه تجانس أكتر كانش فارق معك أو اللعب المحلي أو المحترق يعني انت كده كده نكونوا علم كلهم محترفين بس القوام الأساسي من الدور المصري كان بيتضبق معك زيدان صح أحمد حسن ميدو دور مش كتير عبدالظاهر في 2006 يعني 3-4 منهم واتنين في المعرعب مثلا كان هم موجودين لكن الثمانية أو السبعة من الدور المحلي مظبوط فالده كان بيساعدنا يمكن دلوقتي ما ينفعش الوقتي ما ينفعش أشتغل بالقوام ده عشان عندي محمد صلاح برا عند الإجازي عند النيني عندي مجموعة من اللعيبة هي قوام المتحدة بيلا وسطنا كاس العالم في روسيا صح هي المجموعة دي نجاحها كان في وصول كاس العالم في روسيا عظيم جدا طيب نسيب كاس العالم نسيب كاس العالم نيجي بها على مصر شوية قبل ما أدخل النهاردة كان في قبل ما أدخل مع حضرتك كان في الانترو بتكلم على أكرم توفي وإصابة أكرم توفي وفاكرة أن الناس تتحدث عن الإصابة دي بسبب حماس إصابة دي بسبب من جيلة ملعب التتشي إصابة دي بسبب تدخل إصابة دي بسبب حماسية وحسب معلوماتي إنه حتى في التدريب بيبقى كده تدريب زي المطر صح كده ما بيفرقش من التدريب والمطر يعني هو عايز يزبط الكهرباء شوية يزبط الكهرباء هو لعيب حماسي أولي ما بيعرفش يهزر لعبه جد أولي حتى ما عملوكه جد أولي بس دي مش يعني دي حاجة حلوة دي مش عيوب بالعكس أنت كمدربي تبقى بتدور عليها طبعا إنه اللعيب الجدي ده اللي هو ما بيهزرش يعني عايز يشتغل لو عاده بيلعب في أكتر المركز بيقديه بنفس الكفاءة طبعا بفندر وباكرايت وفي أي حتة في الملعب هيقدي بنفس الكفاءة هاي ممكن حمسه زايد يعني طبعا نادرة ما تلاقي الإصابات دي بره محتاج يعني العلم تطور بشكل كبير جدا حاطب الإصابات إزاي بحمي اللعيب وفيه جهاز موجود في مصر كان الدكتور صلاح عشور بتاعه منتخب اللومبي عنده فيه جهاز الكشف عن الإصابات يعني الموكرة مشتقبلية يعني شوف العضلة دي نفسها ممكن ممكن تخونك في وقت تأثر أربطة ففيه العلم تقدم في كل حاجة بالذات في الجزء البدن والجزء الطبي لازم إحنا نبقى كده لازم عندنا التطور دوت ولازم حالة زي أقلم دي تدرس بشكل كويس يعني طبعا أنا مش عارف أتكلم فيها طبيا طبيا إيه سبب هل ضعف الأربطة أو ضعف هو اللي بيؤدي لكده فيه حاجات كتيرة طبعا خاصة الإصابة مش في نفس القدم يعني مش نقول إن هي تكرر إصابة الإصابة القديمة كانت في قدمه اليمنى أو رجبته اليمنى الإصابة الجيدة في رجبته اليسرى للأسف يبقى ده يعني حماس برضو وفي حاجة لازم تتدرس لازم تتحلل بشكل كويس جدا لكن هو تمرينه زي مطسو يعني مفيش مثلا ده تمرين يا هادي لأ هو طريقة لعبه أداءه كده زي حصف حسن وبرم حسن فيه لعبة كتيرة كده بالشكل دوت المدارب بيحب اللعبة ده عظيم جدا طيب ده بالنسبة لأكرم التوفيق الدوري السنة دي حتى 9 عسابيع فيه الدوري أو 8 أو 9 8 دخلنا على 9 دخلنا على 9 بكرة هل الدوري بالنسبة لك شايفه ممتع حد هذه اللحظة شايف إنه فيه الفرق داخلت ولا لسه ما فيش حاجة بتطلع في الدوري دوت قولي إنه دوري قوي جدا يبقى مفيد لمنتقى مصر يعني بص يمكن النهارده كان يوم مختلف شوية الاسبوع ده كانت مختلف شوية في المفاجئات ولكن الدوري ماشي بنفس الرتم بتاعه لسه يعني بادئ بنسخن 8 أسميعه لسه بنسخن يعني برضو المستواء ما فيش فرق مستواء ثابت 8 أسميع كتير أوعد تسخينة كابتال حبارت مستغرب يمكن اللي شايف مستواء ثابت المحلة بقى في الدولة الإنجليزية أول 5 دقايب أول 5 دقايب في الموسم بقى كده خلاص 5 دقايب مش بقولك أول مباراة يعني لازم أتكلم على القمة الأهل والزمالك الأهل برضو مستواء برضو مستابت في هزة مكسبه بصعوبة الفرق بتوصل بشكل كتير عنش الأهل بتكلم على جودة لعيبة عالية الزمالك نفس الكلام الزمالك فيه مطسط بيعملها بشكل كويس جدا جدا طب ما تيني بسي واحد واحد يعني الأهل يا كابتال حمادة لو أنت بتابع مبارياته لفترة اللي فاتت الأهل أكتر فريق في الدوري بيصنع فرص بس عنده مشكلة في الفنش والدليل على ده أنه مارسل كوروري المدير الفن للأهل غير محمد شريف وحسام حسن وحسن لسا تكلمك على عدم ثبات التشكيل في النادي الأهل هو المدرب مش قادر يوصل للتشكيل الأمثل عشان كده ده يعني فيه تغيير كتير جدا في الراسل حربة تغيير جدا في نص المرعب تغيير أو في البكري التغيير مش عارف يمكن السابت عليه معلول السابت متولي قالي ديانج مسابت هو تحديدا المهاجمين يا كابتن حمد لا ده المهاجمين بيتغيروا لا ده أكتر أنا أقول لك أصلي في الأماكن الجناحين والمهاجم وتحت رأس الحربة يعني آخر ماتش ميكتف شفته بلعب قفشة وصفيو مع بعض صفيو قدامه وقفشة وراه برضو مش غريبة شوية يعني غريبة بعد كده حال ده الاتنين دولة ظهروا مساحات كتيرة جدا في نص الملعب الفريق استغلها فاركو استغل مش فاركو ولا كان فاركو آه استغل المساحات دي بشكل كبير جدا وده دي مشاكل في النادي الأهلي في مشاكل الدفاعية في النادي الأهلي وارتداده الدفاعي بطيء قوي يعني كل المشاكل اللي بتحصل في النادي الأهلي طبعا بيضغط من قدام ضغط عالي بس في نفس الوقت ارتداده في مشاكل عشان كده بتظهر صغارات في نص الملعب في الدفاع بشكل كبير الضغط العالي مش بكلام بس على الأهلي يا كابتر حمد الضغط العالي الفرق اللي في مصر يطبقوا لفترة طويلة في الوقت يعني بشوف الأهلي مثلا عنده 45 دقيقة بيمارس فيها الضغط العالي وبيحاول ينهي المباراة بس نشوف الأهلي تحليلك أو تحليل المباراة اللي فاتت هتلاقي الشهو الثاني الأهلي أقل من الشهوط الأول دايما دي بتبقى حالة بدنية بسبب الضغط العالي بتعمله كتير في الشهوط الأول ما أقدرش أعمل بضغط عالي يعني أنا بشوفه ما أقدرش أعمل تسعين دي أضغط عالي فيه أعمل ضغط اللي ما جمع في رئيتي يعني دايما في التكوين بتاع التيم أنا في قاتة الكورة فين فهل ده مسموح لأن أنا أعمل ضغط دلوقتي ولا أعمل ضغط أخسر خط ويظهر لي مشاكل فلازم في اسمها حالة اسمها التكوين التيم بتاعي يتكون فين ممكن يتكون عند الجون هناك أضغط أجيب الكورة ما تكونش ممكن رجع شوية ألم يبقى فيه تكوين الخطوط كلها قريبا من بعض أقفل مساحات يعني ده في التدريب لكن طول الوقت أنا بعمل ضغط عالي 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 ده لو أنا الفرقة التانية سمحي لي بكده وأنا قادر أعمله أعمله لكن لو حسيت فيه مشاكل بتظهر لي لا برجع شوية بشتغل فلازم الفرقة كلها تشغل مع بعض شحية ده 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 موضوع الضغط العالي شحية النادي الأهلي ممكن فيه سنوريهات في المباراة كتير النتيجة عاملة إيه هل هزهر لما أهلي بيرجع يبقى أكيد فيه حاجة ظهرت خطأ المداري بيتدخل لأ نرجع شوية نقف نقفل المناطق اللي فيها صغرات ممكن لعيب أو اتنين ما قوموش بالواجب يعني ما رجعنا للمغرب تاني الـ 11 لعيب أو العشر لعيب في الملعب كله بيقوم بالواجب بتاعه بنسبة مئة في المئة صح واجبت الدفاعية بالذات صحيح يعني زياش اللي الراجل ما كانش بياخده غلوفيتش ما كانش بياخده عشان ما بيعرف يدافع هم قال لك ما بيدافعش وحصل ما شاك بينهم اه التفرج عليه في كاس العالم أدوار الدفاعية عبقرية رائع طبعاً وفي نفس الوقت المجهود بيعمل الارتداد هو بيعمل الهجمة المرتدة بشكل كويس صح فالأدوار الدفاعية مهمة جداً لكل اللعيبة مفيش حد يقولك يعني يمكن ما شفنوش بيدافع بنسبة 200% ميسي اه تلاقي بيتمشى شوية بيتمشى بس بيتمشى في دماغه هيروخ فين بعد ميسي المكور هو عملوا تأييد عن ميسي قال لك أكتر لعب في كاس العالم كان بيتمش كده يعني ما كانش بيجري أنا قعد في المدرج بيتفرج على ميسي يا كرة شغلنا حتى أنا أنا اتفرج على ميسي صح بيعمل إيه؟ بس عمال يركز على مخاطر ضعف وبعد كده تحرقه بقى مدروس بقى راح فين؟ بروح يأخذ الكرة يحل بوشكلة وبيعمل مدهش مدهش طبعاً طيب مين دلوقت في رأيك؟ يبقى مهاجم النادي الاهلي نقول ده المهاجم الأساسي للنادي الاهلي من العسماء كلها صراحة محدش دلوقتي ولا واحد مش سبب باللعيب سبب ان الرجل لسه ما سبتش على يعني ما داش فرصة مثلاً لوحسام حسن فترة ويغلط ويحطه ويسيبه شريف كان بدء كوي يعني بدء معنا قدل كويس جداً وكان الأساسي في الأهلي ومتخب مصر حصل له ظروف قام كيروش واستبعده وبعده راح راجع موسماني بعده برضو من من التشكيل فقرح خالص شادي يمكن شادي جاي مش راس حربة رقم 9 بلعب من تحت يمكن الأهلي محتاج يبرا صحربة بجودة عالية شوية يمكن حسام الصغة مفقودة عنده تماماً ما بلعبش أساسي الشريف ما بلعبش أساسي فيه تغيير كتير في المنطقة دي بيرت تقول لما كان من لعب مهاجم عجبك هل ما عجبكش أخطر ما يكون تحت برضو من بيشتغل ليجناح يا تحت راس الحربة لكن ما يبقاش مهاجم الأهلي محتاج مهاجم لا بص الأهلي والزمالك أنت بتلعب مش دوري محلي بس أنت بتروح في أفريقيا وبعد أفريقيا هتروح كسر عالم أندية يعني فيه لازم يجيب اللعيب اللي عندي ده عشان كسر عالم أندية للمشاركات أفريقيا مش الدور المحلي يعني الدور المحلي ممكن يتقضى بأي حد صح لكن في كسر انت داخل كسر عالم أندية داخل دوري أبطال أفريقيا أبطال أفريقيا محتاج كواليتي عظيم جودة عالية طبعا عشان تلعب مع كواليتي كمان عظيم بالظبط ده الأهلي الزمالك من وجهة نظرك هل الزمالك الموسم ده بدايته الموسم ده أقل من نهاية الموسم الماضي ولا شبه بعض أسمع أجابتك بس أروح لفاصل يا كابتن حمادة ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير كابتن حمادة أصيدة خليكم مع حد يعلم بحضراتكم مرة أخرى سألت الكابتن حمادة أصيدة قبل الفاصل هل زمالك بداية الموسم الحالي أقل من زمالك نهاية الموسم السابق ولا الاثنين واحد رأيك يا كابتن حمادة عشان أبقى يعني أمين شواء ما فرقش على زمالك كتير الموسم ده ممكن فترة صهر اللي سفرتها كان لعبه هو أكتر من براء فرقت عليه بالمسافر وفرقت عليه مطش الحرس ما اختلفش كتير يعني هو قريبه ولسه في يعني بينه وبين الأهل نقطتين نفس العناصر اللي بتعمل فارق موجودة بتقدي بشكل كويس إمام عشور زيزو قبل ما نرجع من الفاصل القتين أنت ما أعجب جدا بإمام عشور إمام عشور أعجبني جدا لعيب بفندر رائع شايفوا لعيب بره مش في الدور مصري بيعجبني جدا أداءه وإحنا في فاصل القتين ده لعب مدينة عادي جدا إيه عادي جدا أنا وجهة نظري وجهة نظري لعيب كبير يعني لعيب بيعمل حاجات اللي هو بيصنع لعب مش دفندر ثابت بيسدد بشكل كويس جدا عنده عارف الرؤية في الملعب عنده رؤية كويسة جدا جدا بيمسح الملعب بشكل كويس يعني عنده الفيجن كويس صناعة اللي بتغير ملعب بيكمل تحت راس يعني بيعمل حاجات كويسة بتاعت المكان ده بيعملها بشكل رائع يعني يخترب من عشرة من عشرة مقاتل يعني برضو فيه حاجات كتيرة عنده الزمالك عنده حكايات الالف كويسة المهاجم السريح برضو صح؟ عنده نقص فرق لا عنده سيف سيف الجزيرة يا فرق يعني سيف من عامل النجاح اللي كانت دوري خده الزمالك كان سيف صح سيف يمكن لما رحكس العالم ما شاركش خالص مع تونس مع تونس اتأخر على العودة فواضح اللي هو بعيد شوية عن المطشاط بجهorian لكن سيف يعني الرأس حربة خطر جدا مع نادي الزمالك بيفرق معالم ما يكون جاهز بالنسبة عليه من أكتر فريق في الدوري السنة دي لفت نظرك المحلة المحلة عجباني جدا مع بابا في سليو بيقدوا بشكل كويس جدا روح قتالية لعيبة هاية بتعمل يعني حسن لسه ده بالوقت عاملين مبارات تجاهدة جدا يعني سبع مدربين بيمشوا من الدوري بعد ثمان جبارات دقائق فيها مدارات يعني حسب هل اختيارك للمدرب والاختيارك للعيبة كانت خطأ في حاجة غلط يعني لما تكون النتائج والأداء وحش كله بيشارك فيها الإدارة المدرب لعبين ما هو اللعب يعني أنا جبت لعيب وحش فهي لعب وحش لعيب يزنبه أنا اللي غلطان الإدارة غلطانة اللي جابت ففي حاجة غلط فهو بيحاول يصلحها بقضع في حاجة في المنظومة المدرب ماشي الفرقة فأسهل حاجة ماشي المدرب مزبوط وممكن يكون مدرب غلطان وممكن يكون غلطان اللعيبة أو النتائج مساعدت النقطة فينا كابتن الحمد يعني فيه إدارات ماشيت مدربين بعد ثلاث مطشات أنا متفاهم في فكرة أنا لو بديل نادي وفيه مدرب مش موفق بعد كذا مطش كتير يعني هقول خلص يعني نشوف مدرب غيره ده بيحصل في العالم كله مش في مصد بس فكرة هل ثلاث مباريات غير كافية غير كافية لو أنا مقتنع بالمدرب وشايف وبيعمل حاجة صح والنتائج مش بساعداه لكن ممكن الإدارة شايفة أن الله أعلم شايفة الأداء مش جيد مع اللعيبة أو التمرين مش هو ده مع نتائج سيئة لكن لو أنا كإدارة مدي صلاحية المدرب وعندي ثقة فيه واختيار واخترته على أسس معينة لا هديده وكمل أنا فاكر في سنة من السنين زمان كابتن طلعت يسوف مع الشرطة أول ما شرطة صعدت من تالي خمس ست مطشط هزيمة ولا حاجة لكن إدارة الشرطة كان عندها اختناحة كامل بالكابتن طلعت كابتن طلعت فنش بشكل كويس جدا خمس أو سادس صح يعني زمان أنا فاكر كمان كابتن طلعت مع مصن المكاصر بدايته ما كانتش جيدة خالص وبعد كده فاكر نش معهم معتين بالزبط يعني فيه إدارات بتبقى عندها رؤية عندها اختارة عن دراسة لكن فيه اختيارات بتيجي عن طريق بدون دراسة مش عايز أخوط بقى بتيجي ازاي بدون دراسة جاي بقى عن كده عن كده فده مشيها سريع قوي ولا حد بيعلق عليها وخاص يكمل بالذات لو فيه هدف يعني القصة كلها فيه أهداف يعني أنا ما جيش تغل في نادي النادي ده طموحه إيه لازم طموحي بقى وقعي ما يكونش طموح في الهوى يعني إمكانياتي كذا ما قدش أنا عايز أخد الدوري بالزبط أو أخش مربع زهبي يعني إمكانياتي إن أنا أقعد في الدوري طب نشوف مين هيخص المربع زهبي بيصرف قديه وعنده جودة لعيبة عامل أكوالة لعيبة عامل إزاي هل ده موجود عندي ولا مش موجود أنا كمدرب مش أقدر أعمل المستحيل أنا حاول أوصلك لأقصى نقطة في أهدفنا وحاول يعني لو عملت حاجة بعد كده يبقى كويس حتى لو عملت كده ده مفهودي يبقى استثناء مش القاعدة استثناء بالظهر فالناس لازم تفهم يعني لازم الإدارات تفهم البضاء اللي أنا معادي شكت لها إزاي توصلني لفين إمكانياتي توصلني لفين إيه الحوافز اللي أقدر أعملها للعيبة إيه الحوافز اللي تدخليني أبتدي في مكان أحسن أمشي درجة درجة خطوة خطوة السنة دي أنا متواجد في الدوري السنة الجاية متواجد في نص الدوري لو جمعت إمكانيات معينة عشان نروح في الرابع يبقى ده يبقى ده الهدف بتاعي بلازم فيه هدف متحددة قبل الدوري كابتن حمد أنت دايماً بتشرفه دايماً بتناره دايماً ما استمتع بالحوار معك الله يخليك كريم الحمد لله على سلامتك الله يشكرك شكراً جزيلاً ده كان لقانة مع الكابتن الكبير كابتن حمد أصدق مدر منتخبنا الوطني الأسبق بعد الفاصل كابتن الكبير كابتن وجيه أحمد رئيس لجل الحكام السابق خليكم معنا يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني الكابتن الكبير كابتن وجيه أحمد رئيس لجل الحكام السابق يا كابتن وجيه مشرف ومنور بنخليك كريم سعيد إن أنا أكون معاك من فترة أخرى ولي الشرف شرف كبير لنا يا كابتن وجيه بنخليك ما شاء الله حالة تحكيم يتحسن أو إذا كان ده وجهة نظرك يعني لا أرى بس ألك عندنا طبعاً أخطاء تحكمية ولكن إن شاء الله الأمور تتحسن طب وجهة نظر حضرتك إيه وجهة نظر يا الله مشكلتنا في تعيين الحكام طبعاً تقسيم اللجنة في ناس مجموعة قسمة ثانية ومجموعة قسمة ثالث ومجموعة دول ممتاز أنا شاف إن دي متصح وجهة نظر متصح ولكن أنا ممكن أعمل لجنة اللجنة كلها مشرفة على التعينات ممكن أخلي مثلاً كان كابتل محمد فاروق ماسك ممكن أخليه يعمل مشروع وبعدين المشروع ده هتعرض على اللجنة اللي موجودة في لجنة الحكام ونشوف هل إحنا اختارنا صح ولا هل اللي بيعين عنده فكرة عن تاريخ الحكم الحكم ده قبل ما بختاره أنا بعرف تاريخه السنة اللي فاتت عمل إيه مع النادي ده السنة القبلية عمل إيه مع النادي ده هل في مشكلة مع مع إحدى الناديين هل ومشكلته بقى لها قد إيه ما منفعش حتى لو حكم عمل مشكلة مع نادي ما منفعش إن أنا أقعده مدى الحياة ما أيلعبش صحيح ولكن هل المشكلة بقى لها فترة هل المشكلة كان لها تأثير وتأثير جسيم على 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 ده اللجنة دلوقتي ما بتعملوش؟ مش مش ما بتعملوش التركيز قليل شوية في التخصص ده يعني لأنه هم أول مرة نمسكوا تعينات في الدول الممتاز بنتكلم على مين على اللجنة نفسها ولا بنتكلم على كلاتنبرج لا كلاتنبرج هو اللجنة اللي اللي موجودة دي بتعرض عليه وهو بيوافق أو بيقول غير ده وده عنده مشكلة ولا لأ يعني ده ده الاتجاه ولكن كلاتنبرج ما يعرفش تاريخ كل حكم لأن الرجل جايب قاله شهرين ولا ثلاث شهور صح ما يعرفش تاريخ كل حكم صح إنما اللي يعرف تاريخ كل حكم الناس اللي عندها خبرات ومسك اللجنة يعني كلاتنبرج دلوقتي مش هو اللي بيعاني الحكام اللي بيعانيها اللجنة اللي موجودة معنا اللجنة اللي موجودة واللجنة بتقرد عليه وهو بيكر أو بيوافق على الحكام أو يشيل بعض الحكام يقول لك غير ده على ضوء الأداء الفني بتاع الحكام نفسها في الفترة الزمنية اللي هو أدار التحكيم فيها إنما كتاريخ للحكم وهو ما عندهش الملكة دي طيب ليه في بعض الحكام المصريين أنا شفت ناس حتى على السوشيال ميديا بينتقدوا ويهجموا اللجنة ويهجموا جلاتنبرج ليه أنا بكلمك بصراحة كابتن وجيه دايما نتحدث عن أسرة التحكيم المصري ليه الأسرة بتاع التحكيم المصري دايما مفككة يعني دايما في زعل لو حضرتك كابتن وجيه في لجنة الحكام هتلاقي في ناس بره متضايقة لو كابتن وجيه بره فالناس اللي جوه في ناس متضايقة منها ليه دايما فيه قلق عند الحكام وحضرتك هنا بقى واحد من بره يعني بيبص من بره انت بقى من جوه من جوه الأسرة دي وعندك حق يعني فيه كل الناس يدهم ازاي بعضها زي ما بيقولوا أو البهم ازاي بعضها فيه فيه واحد بيحبه واحد بيكره واحد ما بيتمناش الخير لزميله ولكن عايز اقول الملعب أو البحره لو انت بتعرف تعوب انزل تعوب كل واحد على البر بيقول انا احسن من اللي موجودين انا افضل من كذا انا افضل من كذا انا افضل من كذا طب انت افضل من كذا طب اللجنة موجودة هي ما تخش اللجنة ورينها تعمل ايه انما اللجنة مش كلام اللجنة خبرات خبرات واستعاب وازاي تقدر تحتوي الحكام وازاي تقدر تتعامل مع الحكام ازاي تقدر او انت قاعد في مكتبك ما نفعش حكم يطلع يبجح فيك ولا حكم يطلع يتطول على على اللجنة وانا بلعب وانا ملعبش كل دي لجنة كل دي لجنة اعرف ان انا بقولك كل دي لجنة ادارة لجنة كوة كوة سيطارة ها ده بيحصل دلوقتي نعم ده بيحصل دلوقتي حصل بعض المشاكل في فترة اللي فاتت نتيجة اختيار بعض الحكام او تسمية بعض الحكام لعدد لعدد معين محدود من الحكام وما خدش الناحية التانية ما خدش العدد الباقي يعني تصد انه بقى تركيز على العدد معين من الحكام والباقيين ما بيشتغلوش ما بيلعبوش فدي عمل عند الحكام نوع من انواع ما بيشوف زميل الحكم اللي انا وارد جدا ان انا كنت في لجنة سابقة ان انا بلعب اكتر منه وبلعب عدد ماتشات احسن منه ونوعية الماتشات اللي بلعبها افضل منه الا ايه هو بيلعب كل ثلاثة ايام مباراة وانا قاعد ما بلعبش انا قاعد بتفرج عليه فدي برضو احنا بشر فده سلوك بشري حازت دلوقتي في اللجنة الحالية في حكام بين كوسين كده مختصين بالاهل والزمالك فقط لأ ما فيش حد نوع فيش لجنة بتطير تعين حكام مختصين بالاهل والزمالك بس لان الحكم مش هيتكرر الاهل والزمالك بس خلي بقى لك احنا فيه فترة انا مش بتكلم على حكم بعينه انا بتكلم مثلا لو بنتكلم ثمان حكام التمانية دول بيتوزعوا المتشاط الآله والزمالك كل شوية مثلا يعني لو انا اه هعمل زيهم هعمل زي ما انت بتقول حضرتك لان المتشاط الآله والزمالك محتاجة نوعية حكام عندها خبرات حكام مميزة حكام ما عندهمش اخطاء نوعية التمانية دول ولا العشرة دول اللي حضرتك بتقول عليهم برضو لازم يكون ليهم تاريخ مع الاندية لو 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 الحكم ده عنده مشكلة مع مع النادي الفلاني حتى لو كان من ضمن العشرة مش هزيم هلقابه للنادي الفلاني اه فعشان كده انا بقولك نوعية اه اه هنا كابتن وجيه بتخدني في حتة تانية انا لابقى نادي سين اوساد مش الاهل والزمالك فبطلع اعترض على التحكيم النهاردة واقول وانتو شمعنا بتجيبولي انا الحكام دول اللي باعتراف حرايا او بكلام حضرتك انه ممكن يبقى قوالك اقل شوية من الحكام اللي بيديرهم مباراة الاهل والزمالك اكتر شوية اه بكلام عليك قوالك الجوز بتاعتهم اقل من الاهل والزمالك الحكام بتاعتهم اه لا فييجي مثلا نادي سين نادي زي هكلم النهاردة على مباراة غزل المحلة وفاركو وكان فيه حالة مسالة جدا ايه يقول لك او انت عشان اغزل المحلة انا غزل المحلة انا عندي طموح حبكة في الدوري او يبقى عندي مركز كويس فيبتديني حكم ممكن ما يبقاش حكم دوري زي ما بتديهم للاهل والزمالك مش المفوض الحكام كلهم يتوزعوا بالعدالة على كل الفرق لا طبعا لا لا طبعا اه انا بفهم منك على فكرة نوعية الحكام ازاي بعضها العشرين ولا الثلاثين حكام المختارين مزاي بعضهم هي حكام دوريين وحكام عندهم خبرات وفي مستوى تاني حكام عندهم خبرات اهل بلعبوا ماتشاط عدد من المبارات اقل من حكام الدوريين وحكام عندهم خبرات في حكام لسه صعادين بلعابوا عدد محدود من المبارات ماتش وماتشين وثلاثة واربعة في السنة لازم يبقى فيه فرق يعني انا اجいب واحد بيلعب تاني اللعب ماتشين في السنة أجل لعبه للأهل أو لعبه للزمالك أو لعبه ماتش مهم على الهبوط أو الصعود لا طبعا لازم معنا عشان كده بقولك خبرات اللجنة هي صعبة بصراحة خبرات اللجنة إنت إمتى تختار يعني عندنا دلوقتي ندر أمر الدولة مش دولة ولا حاجة بيعب ماتشات عشر على العشر مميز جدا بيلعب ماتشات كبيرة وبيلعب ماتشات الأهل والزمالك فدي يعني الحكم إنت اللي بتصنعه كلجنة إنت اللي بتكبره بتديله عدد من المباريات مثلا إسماعيلي ومحلة اتحاده واسموحة إنت اللي بتكبره إنت اللي بتكبره لغاية ما تيجي تديله الأهل والمصر الأهل وبيرامد زمالك وبيرامد زمالك وإسماعيلي إنت اللي بتكبر الحكم لغاية ما توصل إنت كلجنة وتبقى عندك قناعة إن الحكم ده يقدر يدير مباراة من من القلاس A اللي انت بتقدر تعتمد فيها على الحكام الدولين أو الحكام الصفوة اللي عندها فعشان كده إنت اللي بتكبر الحكم إنت اللي بتخلي الحكم يكون في المكانة القلاس A فعدها ده مهم جدا ليه لحد هذه اللحظة احنا تقيمة بأنه سنتين هو بنطبق الفار للحد هذه اللحظة في مشاكل في الفار كتير عندنا طبعا تقنية الفار عندنا في مصر تخطت نسبة النجاح فيها الـ 75 و 80% خلي بقى لك ما فيش دولة في العالم بتتخطى الـ 92 ولا الـ 95% التعادل الإنجليزي اهو كل ما تشاهدوا فيها أخطاء تحكمية في الفار وحتى حكم ما بيسمعش للفار فعنا عشان عايزة أقول الناس اللي ظلم الفار الـ 70-80% دول شوف كان هيبقى فيها أخطاء قد إيه لو ما فيش تقنية الفار عندنا ركلات جزاء بتتحسب والفار بيلغيها عندنا ركلات جزاء ما بتتحسبش والفار بيحسبها عندنا أهداف بيتيجي من تسلولات أو بيتيجي من أخطاء في الهجوم الواعد الـ ABB من زميل محرز الهدف وبيرجع فيها الحكم وبيرغي أهداف زي نهاردة ماتشا عصوان وإنبي كابتل محمد عادل برضو الحكم الفار استدعاه وقال له فيه لمسة يد قبل لاعب إنبي ما يجيب جول ورجع وشاف تقنية الفار بعد استدعاه حكم الفار وشاف فيه إعلان اللي فيه الإيد وبالتالي يعني الفار بيتدخ فيه ناس مش فهم الفار سيطر على الشغب كابتن كريم أنت دلوقت كنا زمان بنشوف في الفترات ما قبل الفار إن أي مشكلة تلاقي خمس ستة لعيبة من كل فرق يروحوا ويدربوا ببعض ودخنوا ببعض والحكم مش شايف دلوقتي الفار بقى مسيطر على دي في تحديد الهوية وفقرة من ضمن الأربع فقرات تحديد الهوية أن أنا بحدد هوية اللاعب اللي مرتكب المخالفة وبستدعي الحكم بقوله اللعب رقم اثنين من فريق إيه والرقم رقم ستة من فريق بيه كل واحد ضربت تاني أو ارتكب أي أن كان السلوك اللي ارتكبه فدي في حد ذاتها من الفار سيطرة على على تشابك اللعيبة دي دي تقنية ورضو موجودة ما حدش تكلم فيها ولكن محدش تكلم فيها ولكن أثرت وأثرت وخلت الحكام بتقدر تسيطر على تقنية الفارس إيه بقى مشكلة الخط بتاع التسلل يعني كل حالة يقولك أصل الخط مرسوم غلط أصل الخط مش مرسوم مش عارف زي ليه دايما عندنا مشكلة في موضوع دي بقى مش موجودة في الدول الإنجليزي يعني رسمة الخط الغلط دي مش مسمح لا والله موجودة والله موجودة والله موجودة في السنة دي ماتش منشيرسر رونيتد وليفربول كلنا وإحنا بنتفرق قلنا تسلل ولقينا الحكم بيحسب جون بعد ما استمع لتقنية الفارس وحسب جون وكلنا قلنا تسلل لكن الخط مرسوم غلط ساعت لا زاوية الكاميرا هي بتبقى عامل مساعد في اكتشاف الخطوط ولكن ما قلتش بيترسم غلط لا الحكم الفار بيرسم الخط لا لا هو في واحدة لا استنوا مش دي يا جماعة ده في واحدة أنا شايفها قبل من نروح لديها ده في واحدة في المقاولين والمصري ماتش المقاولين والمصري يا كابتن واجيه الراجل لازم الخط جوه نص مش في آخر لو معنا الصورة يا جماعة مش شاف حاجة شفتها أنا شفتها طيب أنت كان رأيك فيها أنا رأيي بالعين المجردة تسلل بالعين المجردة اه ايه دي اللقطة تسلل اه بالعين المجردة بس هل لو تقنية الفوار استخدمت صح مقدرش أتدخل في العلم لو يا جماعة فيه سورة بالخط هتغنى عشان نتكلم فيها لأن العلم ده علم وتقنية عشان ما عشان ما عودش كل لعبة لو أنا شككت في التقنية خلاص ألغيها بقى بس أقول خط ده مش مانوال بيترسم مانوال لأ 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 نقط لحط نقط عند آه هيا كبت بص حضرتك الخط مرسوم في نص اللعب بتاع المصري لأ لأ هو مفروض يترسم لأ هو مرسوم الخط من عند من عند الرجل من تحت اه الرجل الكعب الرجل بتاع لعب المصري من عند الكعب الرجل بتاع لعب المصري هو مرسوم مش من نص اللعب زي ما حضرتك شايف لأ هي من عند الكعب بتاع لعب المصري اللي هي الرجل اللي الأقرب لخط المرمى هي دي اللي مرسوم مش عارف واضحة بالنسبة لك واضحة بس انت شايف تسيره أنا شايف اللعبة مع تقنية الفار شايف أنها هدف سليم مع تقنية الفار لأن أنا مقدرش أنكر العلم إلا إذا استخدم الخطوط بطريقة خطئة أو استخدمت النقط بطريقة خطئة إنما مقدرش أنكر الحلم مقدرش أقول ليه لأن كده لو أنا اتكلمت وقلت هذا الكلام وأنا من ضمن المحاضرين الستة اللي في مصر في تقنية الفار يبقى أنا بشكك في هذا التخصص طبعي موضوع الفار محتاج أبديت والسوفتوير عندنا مش معمول له أبديت هل الكلام ده برضو علمي ومفهوم مسحيح هو 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 مفروض في كل سنة لتبيعة للشركة وبتيجي تعمل أبديت أه تعمل أبديت للبرنامج نفسه وممكن التحدي المصري ممكن اشتري البرامج الجديدة بتاعت تقنية التسلل وحتى مش هتاخد عشر خمستاشر ثانية في الحالة التحكمية بالنسبة لخطوط التسلل وتبقى شارب يعني واضحة جدا واضحة مية في الماء وطبعا ليه بنتأخر في الحاجات دي يا كابتنوية تفتكر بنتأخر لأن إحنا بصلي يا تفاصيل زي ما حالك بتتكلم كده دلوقتي ده أبديت ده الواحد الموبايل بتاعت لما يبقى فيه برنامج عايز يعمل له أبديت عشان مش قفش تغلى إلا بالأبديت مبارك أنت دي حاجة حاسيمة يعني ما بقاش هزار ما برضو مفروض أول السنة مفروض الاتحاد المصري يبعت الشركة والشركة تيجي تعمل أبديت لكل لكل البرامج اللي موجودة على تقنية الفار مش خط التسلل بس لكل البرامج اللي موجودة وبرضو عندنا دور مهم جدا في تواجد الكاميرات خلي بالك تواجد الكاميرات مهم جدا يعني ما بقاش أنا عامل تقنية الفار وعمل كل حاجة وصرف ومكلف وكاميرات محطوطة غلط صح بس بس إحنا دلوقتي طبع الحقيقة المورتح السنة كثيرة آه بالنسبة للتلفزيون بيعلمه فإحنا بنعلم مكان الكاميرا بحيث إن الكاميرامان بييجي عارف مكانه صح عارف مكان الكاميرا فين ومحطوطة فين وتحطي فين بالتالي ما عندناش مشكلة في الحتة دي كون زمان عندنا مشكلة لما دلوقتي ما عندناش مشكلة طيب هاي الجدن دي من ناحية من ناحية تانية في كاس العالمة كابتنوجية عجبتني حاجة أول موضوع بتاع الوقت الضايع الوقت الضايع اللي زاد الوقت الضايع اللي بنلعب الوقت الفاعل للمباراة لما نطبقش ده في مصر عشان طبعا نتعارف إحنا بنضايع وقت كتير آه والله ده ده يعني لسه يعني تقنية حديثة ولسه ما تطبقتش في أي دولة في العالم يمكن هتبتدي السعودية تطبقها والمغرب تبتدي تطبقها وإحنا ورد جدا أن نحن نطبقها يمكن في بداية الدور التاني ورد جدا أن نحن نطبقها في بداية الدور التاني ويتم تعيين حكم إفار إضافي يبقى مخصص لإحتساب الوقت الضايع يعني ويتم الاتفاق على إحراز الأهداف وليكن ديئة في احتفال بالفرح بالنسبة للاحتفال بالهدف والتغييرات نديها وقت والإصابات نديها وقت صح وأننا أروح للفار أعود قد إيه وأحسب من خلال التقنية وديها وقت وفي النهاية الحكم تفتكر إيه فار اللي يقول للحكم تفتكر إحنا المتوصب بتاع الوقت الضايع بتاعنا في المبرأة ممكن يبقى ديئة في الآخر يعني الحكم يرفع كم ديئة في الآخر يعني مثلا ممكن كل شقوط 12 14 ديئة أنت متفائل لك كابتن واجه كويس أول كده أنا حاسي أنه يبقى عشرين لا كل ما أصدع حقدك في زاوية تانية أنه لما هي يرفع بقى وقت ضايع كتير هنخش في قضية تانية يقول لك آه دا الحكم رفع 13 ديئة للأهلي 13 ديئة للزمالك عشان يتعادل عشان يجيب جول عشان يفوز أتخش في جيم تاني خالص كابتن كريم لا محتاجة معيش لا من قبل قبل بعمل هذا التخصص أنا بقعد مع مديرين فنيين الأندية وبقول لهم إحنا هنعمل 1 2 3 4 خلي بالكوا إننا في بداية الدور التاني هتلاقي إننا بدل ما تلاقي الحكم بيدي 4 ديئة و 5 ديئة وتضايع هتلاقي ممكن بيدي 15 ديئة أو 14 ديئة وتضايع فخلي بالكوا أما تشوفوا الكلام ده ما تفاجئوش إن الحكم الرابع بيرفع 14 و 15 ديئة وقت ضايع عشان كده يجب إنه بتنوا عارفين هذا التخصص عشان لو الفرقة جي فيها جول في ديئة 14 و ديئة 15 يبقى هم عارفين إنه هم السبب في إضاعة الوقت كابتن رجاء قبل ما أروح للحالات اللي معنا النهاردة عايزة أخد رأيك فيها متفائل بتجربة كلاتن برج إنها هتكمل للآخر ولا في حتة هتقف النص والله أنا والله يا كابتن كريم أنا نسبة لكلاتنبرج يعني ما فيش حد في العالم في العالم إنه يمسك التحكيم في دولتين في مصر و اليونان ديئة في حد ذاتها مش موجودة في أي دولة في العالم خلينا مع التجربة ولكن يعني لازم يدي مصر وقت أطول و لازم يقعد في مصر فترة زمنية أطول خاصة أنه بيسافر لولنان كتير دي دي نمرة واحد دي نمرة اتنين خلينا نشوف التجربة هتوصل لإيه و نبتد نقيم التجربة ولكن لغاية دلوقتي هو جيد ويمكن أو يمكن مقبول مرتفع أو تصل إلى بداية الجيد ولكن لو وصل لجيد مرتفع ولا جيد جدا لأن لأن برضو خاصة أن احنا في بداية الموسم في نهاية الموسم أو في الفترات العصيبة النقطة هتأثر على بطول الدورة أو هتأثر على الهبوط هتبقى فيه كلام تاني خالص عشان كده أنا بقول لازم يكل اهتمامه ومجل دارة الاتحاد لازم 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 ينبهوه لهذا الكلام عندنا دور صعب دور صعب قوي عندنا السوشال ميديا حدثوا على حرج وعندنا الإعلام بيوضوا السكة بيوضوا في حتا السوشال ميديا وإعلام إيه في أندية ما بتسبكش يعني ده قبل ما تيجل السوشال ميديا كابتن كريم أهم حاجتين في الدنيا في الدنيا كلها الإعلام والسوشال ميديا حضراتكم اللي بتوجهوا الأندية أنا كنت رئيس لجنة وببقى الماتش خالص عشرة على عشرة بيطلع محلل تحكيمي ويقولك اللعبة دي بصوا ماسك من الشورت ماسك من الرجل ماسك من بتاع بيوجه النادي بعد النادي ما يبقى المزيع في القناة وعمل معالك وما فيش أي مشكلة والراجل تقبل ما هو المزيع الخسارة هراجب تقولي المزيع أنا في الأول والآخر أنا مثلا كريم أنا مش هقول رأيه في التحكيم أنا بجيب مين بجيب محلل تحكيمي يعني جال دلوقتي كابتن وجيه لما اسألك على حالات دي فأنا بسأل حالك ليه ده راجل فعلا هيعرف يقولي الحالة صحيحة ولا خطير عشان هو راجل خبير ولا هو من العلم والشغل اللي يعرف يقولي الكلام ده أنا أتفي معاك بس أنا أعمل إيه كابتن كريم أنا جبت حاكم هو اللي يقولي الحالات كابتن كريم تقنية الفار جاية عشان تساعد الحكام في الحالات الواضحة مش عشان الضفر مش عشان اللعيب لو ضفر ده جيف في التشيرت أو جيف في الشورت أستدعي الحكام لا تقنية الفار معمولة كيفية التعامل مع الأخطاء الواضحة الأخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكام بشرط أن تكون واضحة أو أو واضحة ولكن مخفية عن الحكام مخفية عن الحكام يعني الحكام معندوش زاوية رؤية أن يشوفها إنما معندوش مش عايز أقولي يعني معندوش تمسك لي مش شرابه وتقول لي لا بتكريم الفار مش معمولة عشان كده عشان كده الدورة الإنجليزية محدش بقدر يفتح بقه فيه لأنه ما بيجيبوش أي حاجة وما بيستدعوش الحكام على أي حاجة أنا بطالب كل المحللين مصر كل المحللين مصر أرجوكو أما تطلعوا تحللوا اعرفوا تقنية الفار راحة فين وبتتكلم عن إيه أنا ما بنقودش حد ولكن لازم الحكام وتقنية الفار مش حيشوف كل حاجة ده بروتوكول بروتوكول الفار لا يتدخل إلا في الأخطاء الواضحة التي يلعتقد حتى نظر الحكام ده بروتوكول صحية صحية طيب يا جماعتنا اللقطة بتاعت هدف غزل المحلل النهاردة الملغز الدفاركو وعمل مشكلة كتير للهدف ده النهاردة يا كابتن وجيه وصراحة مرضيتش أقول يعني قلت أنا دائما بقيتش رائع على التحكيم بس الهدف مفهمتش هو تلغى ليه بس أكيد حراحة لك نظر يعني ليه الهدف ده تلغى النهاردة كابتن نشوفه مع حضرتك دي اللعبة لآخرها وهدف في أعادة لللعبة آه في أعادة معانا أعادة يا جماعة اهي ومعانا الفيكس بتاعت الفار أنا بس عايز أشوف آه ليس هنشوف أعداد كتير يا كابتن وجيه وهي يوم اللقطة بتاعت فار آه يا كابتن هو حسب فاول على ديها كابتن ولو حسب فاول آه هيبقى فاول لأنه منع المدافع أن يطلع لعب الكورة كابتن الكريم يرجع تاني يرجع تاني اللي لعبة بص كابتن الكريم هتلاقي المدافع الأصفر عايز يطلع يلعب الكورة هو اللعب اللبني حطي جسمه أو حطي ظهره في ظهر اللاعب فمنعه أن يطلع فمنعه أن يعمل جمب عشان يطلع يلعب الكورة ده تقديري في الحلل اللي قدامي حقيقة أنا شايف أنا شايف شايف بص حضرتك كابتن الكريم عارف لو لو الأزرق ده بيعيد شوية كان عندي متسع من المساحة أن أنا أطلع أعمل جمب عشان أطلع أطلع لعب الكورة إنما أنت وقفك في هذا المكان ما نعني أن أنا أطلع ما نعني أن أنا أطلع لعب الكورة كمّل كمّل لعبة بص حضرتك كابتن كريم منعني وبعدين اللاعب اللبني ما عندوش فرصة أن يلعب الكورة بص مش رايح يلعب الكورة ده بيمنع بيمنع اللاعب عشان يسيب الكورة لللعب اللي جاي من وراه كابتن كريم ما فيش تنافس هنا هاي خلي بالك اللاعب اللبني ما فيش تنافس على لعب الكورة هو بيمنع هاي هو بيمنع وبيمنع عشان الكورة تروح لللعب زميله اللي وراه مفهوم فبالتالي هنا المخالفة موجودة والقرار أنا من الحالة دي أنا شفتها قرار رائع من حكم الفار رائع باحتساب المخالفة هاي هاتونا اللقطة هاتونا اللقطة اللي بعدها فين ايه بقى اللقطة ديها كابتن ايه التأسيمة ديها كابتن ايه مش فهم دي أنا أصد أنا أصد ايه اللقطات ديها كابتن يعني دي اللقطات اللي تلقت قدامنا من الفار هل دا اللي بيبقى بيشوفه الكابتن الحكم ولا دي اللقطات جاي من الاخراج عادي يعني من التلف عالتلفزيون لأ دي ما فيش حاجة فيش حاجة فيها فين الفار ده مكتوب فارتشيك بس أنا أصد بص يعني دي خالدة ممكن تبعمل مخرج بتعلقاهم. بس ده مش الحكم بيشوف. وارد لا. يعني اللقطات دي مش الحكم اللي بيشوف. فين? ما الحلقة اللي بيشوفها الحكم هي اللي احنا شفناها. اه انا اقصد يعني ده مش اللي طالع من البقاء. ده اللي طالع في البار. لا. فهنا الحكم بيشوف ايه دلوقتي. لا وارد جدا ان ما اللعب يكون متوقف. اه. بيجيب لك اي صورة عشان ما ينقلكش. لا اهو هنا اعمل لك اولا لغبات اللي عند الناس الناس كريمي كتير على سوشيال ميديا. هو فارد شاك فوق اهو. فارد شاك. فهو جاب لك الحالات اللي تصورنا ان الحكم بيبص عليها دلوقتي. هو لما يبقى المخرج بقى عايز يجيب حالة تانية. يروح عامل فول سكرين. وجايب حاجة تانية زي ما احنا. لا هو هو يمكن الناس. ده خطأ ده خطأ. طبعا الحدث او التفكير اللي راح. اه. عند الناس. اه. ان هو بيتكلم على ال اي بي بي ما قبل. الهجوم الواعد. اللي تلعبت فيه الكورة. اه. لكن الهجوم الواعد اللي فيه ما فيش اي مخلفة فيه. عزيم. هتقولنا اللقطة يا جماعة اللي بعد كده على طول. انت انت معايا كابتان كميرين. لا خلاص انا 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 مواجه. لا انت معايا. اه. في اللعبة دي بس. اه. نرجع للعبة تانية. هتوقعتين يا جماعة. نرجع للعبة تانية هتلاقي. هو مش طالع مش طالع هتنافس على لعب الكورة. هو رايح يمنع. عشان يسيب الكورة لزميله عارف لو هو طلع وتنافس مع اللعب على لعب الكورة والكورة راحت الزميل يستمر اللعب مفهوم فيش اي مخالف مفهوم انما هو طلع عشان يمنع بص هو منع عشان يسوت الكورة لزميل صحيح منك نستفيد يا كابتن وجيه هتولنا الحلل بعد كده على طول عشان الوقت هيروح مني اهو يلا بينا دي لقطة مباراة العالي وفارقة كابتن وجيه التسلل الشهير ده الكورة دي حتسبت تسلل اكيد شفتها حلالك قبل كده انا شفتها اه تسلل ولا والله انا ازا ما قلت لك كابتن كريم تقنية الفار بص جيب لك الخطوط اهيه كابتن وي بص كابتن كريم الخط الاحمر اقرب الى خط المانمى تسلل مدام الخط الاحمر والتقنية طلعت الخط الاحمر اقرب وهي الخطوط محمولة صحة اهي محمولة صحة 100% الخطوط اهي واضحة خالصة اهي ان اللعب البرتقاني اخر حاجة ليه الكعب او الابيض الابيض او الحزاء الابيض ولعب النادي الاهلي اقرب يمكن ب ب بهبابة زي ما بيقولو هبابة اهيش انما مدام انما مدام في تقنية انا مش عايز ان اصدحنا لو قلنا تسلل او مش تسلل وفي التقنية والخطوط طلع صح بقيت مشكلة ومشكلة كبيرة يبقى احنا عاملين الفار للتشكيك مش عاملين الفار عشان احنا نستفيد به صحيح كابتون جاهي مين اكتر حكم عاجبك حتى الاسبوع التامن في الدولة عاجبك مستوى لسه بدعم الحكام لا كلهم كلهم حكام هايلين وكويسين يقولك زي لعيبت الكورة كده يقولك اللعيب ده يزيزو مثلا مستوى ثابت مين الحكم انت شايفه مستوى ثابت الفترة الأخيرة كل حكم نقع بماتشين وثلاثة لسه بدر على الماتشات لسه بدر على الماتشات ولسه بدر على التقييم ولكن انا بدعب تجربة الحكام صغار السن اللي بيلعبه عشان يقضوا خبرات لان لازم يكون لنا دور في حكام كاس العالم اللي جايين احنا ما عندناش حكام راح تكاس العالم هبقينينا حكم في كاس العالم اللي جاييه في 2026 يعني لازم نشتغل عليه من دلوقتي من دلوقتي ولا من مبارح لا فضل 4 سنين ممكن نشتغل عليه من دلوقتي ولكن اشتغل من دلوقتي على 2030 من حكام صغار السن واعمل عليهم كده زي ما بيقولوا معسكرات وديهم خبرات وانقلهم الشغل الكويس والاتحاد الكورة يكون عنده أساميهم عشان دول يحموهم محدش من زميلهم يطلع يهاجمهم وكلام ده لازم يكون في ناس مختراهم بعناية جيدة جدا ومش تزم يكونوا أربعة ولا ستة ممكن يكونوا عشرة واختارهم ويبقوا تحت عناية كلجنة حكام وابتدي بعد كده أطلعهم تدريجيا لغاية ما حطهم في القائمة الدولية سنة مثلا 2025 ولا حاجة أو 2024 وبعدين عندهم 6 سنين وارد جدا انهم يكونوا في 2030 ويبقى طاقم كامل ما يبقاش حكم ولا اتنين كابتن وجيه شرفت ونوارت دايما بستمتع جدا بلقاعك حي أنا بشكرك شكرا جزيلا ولا كابتن كريم أنا أتعيد أن أكون معاك وتشرفت بيك دايما شكرك كابتن وجيه ده كان لك أنا مع الكابتن الكويل كابتن وجيه أحمد رئيس تجن الحكام السابق ودي نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 أشوفكم يا رب على تخير